يبقى الموضوع ده يعني تستفيدوا منه ويعني يفعم معكم بعد كده في المهم طبعا أنا بتوقع الفيت ناس غالبا اللي بتحضر ممكن يكون فيهم مهندسين ممكن يكون فيهم عمرين ممكن يكون فيهم ناس خارج التخصص تعالوا كده نبدأ ندردش عموما ندردش عمو نقول بيكلم عنه قبل ما نبدأ نتخصص أكتر في أكتر عشان الموضوع تبقى أسهل بإذن الله للجميع أي أسئلة أو أي استفسارات أو أي عموما يعني معلومات وزيادة عن المحتوى حبيبها عن الكنتكس بتاعتي كلها موجودة وأنا جاهز وتحت أمرك وتدري تتواصل معي إن شاء الله بعد المحاضرة في أي وقت أهلا وسهلا بكم على طول المحاضرة الحقيقة اللي أنا أعملها النهار ده هي تعتبر أحد من يق كورس كامل مدرسه أو حيبدأ تدريسه إن شاء الله نيكست فول السمستر الجاي في قلية العمارة في جامعة بيوضة العربية في لبنان ما كاملت أنا دكتور شغال في جامعة اسكندرية متعين في جامعة اسكندرية لبنان لتدريس العمارة فده كان كورس الطلب مني فا العمارة الفضائية أو العمارة الفضاء الخارجي الحقيقة في الفترة الجديدة اللي احنا فيها ما بقاش خيال علمي ده بقى موضوع مجال موجود في خطوات صالد اتخذت فيه وفيه خلال الفترة اللي جاي متوقع من الفين وعشرين السنة اللي احنا فيها دي لالفين وتلاتين هيحصل كتير جدا 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 فيها متوقع فيه ميشنز ميشن هتطلع مريخ فيه ميشن هتطلع الامر فيه كزا ميشن يعني موجودة في كل مكان المهم العمارة الفضائية دي ما بتعتبرش عامل محاضرة فيه محاضرة برضه أنا حاطت على اليوتيوب تعريف لو حابين ان انتوا تجعلها ممكن اسيب اللينك ان شاء الله بعد كده اللي حابين ان هو يرجع لها لكن العمارة الفضائية عموم بتنقسم الى جزئين عمارة بنطلق على نحنا المدارية ودي بتتناول كل المشروعات اللي مش هتتحط على سطح كوكب اللي هتتحط على الامر والمريخ اللي هتتحط على سطح الارض هي محاجة معلقة في الفضاء وحنفهم دولئات اسم ازاي وإيه هي المدارات المختلفة والموضوع بيمشي ازاي فيه عمارة فضائية من نوع تاني اخر تماما اللي هي العمارة اللي بنسميها Planetary Architecture أو العمارة اللي هي على سطح كوكب بهذا ممكن سطح الامر سطح المريخ لا قدر الله بعد اي كوارس Major Crisis أو Extinction Level Event على الارض نفته نفسها ممكن الارض بعد زين محصل لها فناء جزئي أو كامل نستطيع نحن ملع اعادة تعمير دي كلها مشاعreية فعلا مطروحة وعملين التعليمات كبير جدا في الموضوع دا ومين هي المدموعة اللي حيتم بنقاذها خارج الارض بحيس انها تقدر ترجع تاني اللي بيطلق عليه اسم La Minimum Viable Population 160 فرض يجوه يعملوا عادة اعمار للارض تاني المهم خلينا ببعدهم بدلا من نخل في تفاصيل كتير انه سهل جدا ننصق فيها نرجع تاني الموضوع انا احنا عندنا نعين من انواع العمارة العمارة المدارية والعمارة التانية اللي هي متخصصة اكتر في الكواكب طيب العمارة المدارية الحقيقة انا لسه بداية الموضوع تصميم اللي حدرسه تصميم صغير جدا كورسي اعتبار صغير جدا مش هيضم كل شيء موجود في الموضوع الموضوع ده بقى له سنين ومعرفش اللي فيكو يعني ما عرفنيش انا بس حدي برضو نابزة شوية انا شغال ايه ايه خبراتي في هذا المجال انا بدأت الحقيقة المجال بتاع العمارة الفضائية من سنة الفين وتسعة يعني بالزبط بقى لي حداشر سنة فيه كنت الاول شغال في الحمد لله جائزة حسن فتحي للعمارة في الحمد لله في الحمد لله في الحمد لله حصلت عليها مراتين وبعد كده بداية من سنة الفين وتسعة شديني الموضوع وبديت اهتمي به الحمد لله النهاردة معايا تقريبا في حدود تمن جواز طبعا كلها دولية مفيش عندنا للأسف في الوطن العربي شيء محلي متخصص في العمارة الفضائية بس الحمد لله ربنا اكوني تقريبا بتمن جواز دولية حاليا انا ممثل لمارس سيتي ديزاين الامباسدور بتاعهم للميدل ايست للدول الناطقة باللغة العربية والحمد لله من ثلاثة ايام كمان اترشحت باية الامباسدور لجاك رجري فاونديشن او مؤسسة جاك رجري برضو مهتمة بعمارة الفضاء ومقرارة في باريس فالحمد لله باية امباسدور في الاتنين دول بحيث ان انا كل ما اقدر اساعد في نشر الفاليوز بتاعة العمارة الفضائية وان انا اخلي الناس تهتم بيها وارحب باهلا وسهلا اللي حابب ان يتواصل معايا في اي مستوى عايز يشارك في اي مسابقة من مسابقات دي عايز ياخد ورشة تدريبية في امريكا في لوس انجلس حابب عموما يدخل مجرد حابب يتعرف عليكم في اي مجالة الاكتيفتي التانية الاكاديمية اللي هي طبعا فالكورس ده انا هحاول كمان ان انا اسجل محاضراته وممكن هتركها بالكامل على اليوتيوب مفتوحة للا حابب ان هو يعني يعمل لها داونلودينج وياخدها ويشتغل عليه طيب الموضوع اللي بقى النهاردة هو البند الاول او في مطلقها اسمه سبيس اليفيتور الحقيقة سبيس اليفيتور هي احد المواضيع الشيقة الجميلة جدا والقابلة للتنفيذ والمتوقع تنفيذها في خلال يعني بوقال ان هو فعلا اريد موجود ده على حسب الشركات اللي تبنت المشروع ده وقالت ان احنا هننفذه وحنزجر ان شاء الله المساهمات اللي تمت في هذا المجال الحقيقة ده مش الحاجة الوحيدة تانية كتير الفومب راوند رينج ستيشن بدأت ممكن من الخمسينات او من الستينات القارن الماضي ومازالت الفكرة موجودة الاسترويد مايينج وفيه برضو مشاعرية كتيرة خاصة بيها دي صعب تحقيقة في الوضع الحالي او في الزمن الحالي لان دي محتاجة تكنولوجيا اعلى من المتاح حالية اللي عندنا الستامفورس طورس ما هو الى تطوير البيرن السفير كمان تعتبر تطويرهم والبشيب رينج كل دول التطويرات يعني دي تعتبر الى حد ما مشاريع بالترتيب كده اقرب حاجة للواقع هي الاسبيس إليفيتر يليها او معاها السولر ستنضل واحد واربعة دول وما اكتر شيء موجود يليهم الاسترويد ممكن يتم تحقيقه في فضل قريبة ان شاء الله هو اللي هي رقم اتنين ورقم تلاتة وخمسة دول اللي حد ما محتاجين تكنولوجيا اعلى من المتاح حاليا ممكن في المستقبل ان شاء الله هنشوفهم المتاحين طيب نرجع تاني للسبيس إليفيتر نرجع تاني فضاء مفيش حاجة اسمها هنحطها في الفضاء يلا في الهواء اللي فوق او في الفراغ اللي فوق الفضاء يا جماعة خارج نطاق الارض متأسم لمدارات كتير جدا جدا زي ما احنا كده بنيجي في الاعمار ونقولك في حاجة اسمها الموقع العام للبناء كمان انت عندك الفضاء الخارجي ده متأسم لمدارات متأسم لمسافات كل مسافة لها خصائص مهمة جامعة مبدئيا كده نقدر نقول ان في الاربيتس الخاصة بالجرافيتشن الفورسوف ايرث اي حاجة بتدور او متأثرة متأثرة بالمجال الجايف ده بنسميه او حاجة في الاربيتس بتاعت الارث لو بتعمل اي نوع من النوع الاركيتكتر خارج نطاق الجاذبية الارضية وخارج نطاق الجاذبية ده بنسميه الديب سبيس او ده اللي هو الفضاء العميق وده الفضاء العميق ده خلاص ده احنا كده خرجنا خارج نطاق دي مسافة اعتبر بعيدة جدا 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 فخلينا بنرجع تاني بحنا دلوقتي اللي احنا هنتكلم عليه في العمارة الفضائية بالتكنولوجيا اللي ممكن تكون متاحة النهاردة او متاحة بعد سنوات قادمة ان شاء الله وليلة هي الاربيتال يعني اي حاجة تبقى في الاربيت الخاص بالارث بالارض وزي ما فيه كمان عمارة فضائية مدارية مرتبطة بالاربيتس او بالمدارات الخاصة بالارض ممكن نطبق نفس هزي المبادئ على المريخ ممكن نطبق نفس هزي المبادئ على الامر ممكن نطبق نفس هزي المبادئ على اي كوكب لجاذبية موجودة طيب بداية كده يهمنا ان احنا نتعرف على حاجة اسمها Low Earth Orbit Low Earth Orbit هو اقرب حاجة موجودة لمجال الارض تقريبا بتكلم على 2000 كيلو من الارض وده بيكون فيها تقريبا اغلب الساتيليتز بتاعتنا واغلب الاجسام القريبة مننا وده مهم جدا نتعرف عليه حتى بيطلق عليك مورك اسم تاني اسم لو بعدنا شوية وصلنا دلوقتي 10.000 كيلو خلاص ده كان 2000 اللي هو الاحمر لا بعيدنا لحد 10.000 كيلو وصلنا ال Mid Earth Orbit ما زلنا Locked في الجزء الخاصة بالارض يعني لسه برضو بنضور حولنا الارض جزبية الارض مؤثرة علينا لكن بعيدنا اكتر واكتر طيب كل ما حنبعد اكتر وصلنا بعد كده لل Geo وده بقى مهم جدا ان احنا نتعرف عليه اللي هو Geo Stationary Earth Orbit طيب احنا ليه بنبعد او ليه بنقرب هل الموضوع ده هيفرد اكيد هيفرد طيب حيفرز ناخد فكرة عامة انتوا ملاحظين دلوقتي مبدئيا عندنا تلات دوائر دائرة بعدين الدائرة الزرقة بعدين الدائرة الثانية ال Purple او البنفسجي اللي موجودة كل دائرة من الدوائر دي لها محيط او Circumference مختلف واحنا متفقين ان اي جسم حيمشي في اي مدار حيوقف في المدار ده او ده هو مش جسم يسابت هو جسم بيلف وبيدور طيب لو لفيت هنا وبديت ادور ده في اليوم الواحد حامل 11 بريد يومي دي تعتبر سرعة عالية جدا 30 ألف كيلو في الساعة تقريبا فده تعتبر سرعة عالية جدا كل محيط الدائرة بيجبر بتبدأ السرعة بالنسبة للناس اللي الارضي تبقى ابطأ لما بوصل للجينري Earth Orbit اللي هو المدار ده لو انا بمشي انا تقريبا ماشي مع نفس سرعة دوران الارضي حواليه نفسها فحيبان لو انا عندي هنا اي اوبجيكت موجود او اي ستيشن موجود او اي عنصر موجود تقريبا حيبان على الارض ان انا سابت وقف في نفس المكان في السماء ما بتغيرش مكاني لان سرعة الارض و سرعة هذا المدار هما الاتنين في توازن مع بعض في تناسق مع بعض هما الاتنين بيمشوا كل ما حبدأ انزل لتحت شوية لتحت الجيو ستيشن Earth Orbit حيبان ان سرعة اعلى كتير من سرعة الارض لو وصلت لLow Earth Orbit انا بدور 11 مرة وربع تقريبا في النهار مع دورة واحدة من دورات الارض انا بلف 11 مرة وربع اكتر من 11 مرة بلف حوالين الارض فهم كده وصلوا ان دي طيب المسافة دي اديه تقريبا في حدود 36 ألف او لو انا بتكلم هي 35768 ألف كيلومتر بالزبط عند الارض اي عنصر موجود في هذا المكان حيبان بالنسبة للناس اللي وقف على الارض انه شايفك كنقطة ثابتة في السماء ما بتتحركش طيب طبعا الموضوع ده علم واسع جدا جدا جماعة ومعقد وبيدخل هنا انا يعني حاولت ان انا اتجنى بقدر المستطاع كل الفيزيكس اللي موجودة ولما بكان بكلم مبادئ بسيطة جدا جدا لكن طبعا حساباتها دقيقة طبعا على حسب الساتيليت اللي انت بتطلعه الساتيليت كتير موجودة في ممكن تبقى لها حاجة للويدر مسلا مسلا ممكن تبقى عسكرية ممكن تبقى تجارية ممكن تبقى انترنت يعني على حسب هدفها فانت بتطلعه الأيرث أوربيت المناسب لو انت عايزة سبتة نفسها في نفس المكان تقريبا او تبان انها نفس المكان هتبقى الجي اي او هو المكان او الامثل او البدار الامثل نرجع تاني للموضوع طبعا عشان تقدر توصل للو ايرث أوربيت او تحدد مكان برضو ده بياخد منك اكتر كل ما هتبدأ تطلع اكتر واخد اكتر ده معناها تبقى ده معناها مصاريف اكتر واحنا الحد دلوقتي مشكلتنا رقم واحد رقم واحد في كل العمارة الفضائية هي بس مجرد الوصول للمكان اللي انت عايز تحط فيه الهدف بتاعك سواء هتحط او في الجيو ايرث او اي كان المكان او حتى عايز تنالها لأمر اكبر صاروخ تعرف لو سنة 1969 ستين ساترن فايف ده اللي احنا طلعنا به الامر ومن ساعتها ما عملناش صاروخ بنفس الحجم المجموعة اللي تمت بداية من ابلو 11 لحد ابلو 17 اللي كانت بيتروح الامر دي كانت ابعد حاجة عملناها وكانت ناسا طورت الصاروخ ده ده كان مكلف جدا جدا في الوقت ده تقريبا يقدر تكلفته بالاقتصاد بتاع النهار ده بمئة مليار دولار ضخم ضخم يعني رقم ضخم جدا جدا في الوقت ده كان طبعا بسبب سباق التسلح والحرب الباردة وكانت امريكا برضو لها الهدف الهيمنة فادوا يعملوا التكنولوجيا دي لكن بسبب التكلفة العالية توقفت كل مشاعر الفضاء من فترة السبعينات لحد النهار ده سنة 2020 تقريبا بنتكلم فيه ممكن ايه خمسين سنة ما عملناش حاجة لحد ما بدأت مؤخرا فدأ فيه سباق تاني ورقد تاني للفضاء وكالة الفضاء الهندية الصينية الروسية بدأوا يهتموا طبعا جاكسا بتاعت اليابان الـ 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 فيه تصابق مين اللي حيحط يده الاول على الفضاء الخريجي مين اللي حيوصل للأمر الاول مين اللي حيوصل للمريخ الاول بدون الدخول برضو في تفاصيل كتير القانون الدولي سنة 1967 بيقول لك يوفا انت حتلاقيها هتتعلن توصل هناك ووصلت هناك يبقى من الحقق تتملك المكان اللي انت فيه كل مكان من الـ اللي تخلي الناس تطمع انها توصل لو عايز تعمل اي حاجة سواء اللو او انت بتعمل سيطرة اكتر لك سيطرة اكتر على الارض سواء هتحط ساتيلايت هتحط حتى وحدة كاملة هنعرف طبعا ايه الاسباب احنا ليه دلوقتي بمفهومنا الحالي بتكنولوجيتنا الحالية محتاجين نعمل القصة ووالله وصلت بعد كده لمجال اوسع وصلت لحد الامر فيه هناك الهيليوم ثري ممكن تعمل به وقود لمفاعلات النوية وده خامة غالية جدا يعني برضو بتدعم الفكرة انت ممكن توصل حبيت توصل بقى لابعد من كده عن المريخ فيه طبعا مجموعة اقتصاد كامل فضائي في عملية الوصول للمريخ يعني كل حاجة لها مبارتها الاقتصادية واللي تصرف على زياد مشاعر طيب اللو ايرث اوربيت فيه صفات فيه صفات لازم نفهم ده نودي الصفات دي اللي خلت ان احنا نختار اللو ايرث اوربيت عشان نعمل فيها مثلا ده مشروع موجود او وهو مشروع دولي ونقدر بسكان فيه زمان للفضاء بس دي كانت محطة روصية واسقطوها بسبب تكليفاتها العالية لكن ما زالت موجودة في اللو ايرث اوربيت اول حاجة المفاهيم العامة احنا في اللو ايرث اوربيت تعتبر مايكرو جرافتي ما وصلناش لسه لدرجة زيرو جرافتي او لمنعدام الجاذبية التام لكن نقدر نقول انه هو مايكرو جرافتي يعني مايكرو جرافتي تخيل نفسك كده الناس او تخيل الشخص اللي بقى يرمي نفسه بمظلة من طياره اللي هما الجماعة بتوع المظلات اللي بيطلعها مثلا تفعة 30 ألف أدم تقريبا يعني ألف متر كيلو تقريبا من الأرض وبيرمي نفسه من فوق بينزل النزول ده بنسميه الفري فول الفري فول ده عمودي على سطح الأرض بيبقى تقريبا الجاذبية كانها مش موجودة لكن هو في جاذبية لكن هو ما بيحسش بهذه الجاذبية بسبب بيمكن مقابل نزول الحر ده فيبقى انه طير في الهواء اي اوبجيكس او اي عناصر موجودة في الـ هي تقدر تعتبر انها فري فول بس هي مش بتنزل تجاه الأرض هي بتنزل او بتدور حوالين الأرض بتبقى حوالين الأرض فهدي الصفات من الصفات يبقى هي مايكرو جرافتي او بتسميها الفري فول رقم اتنين اه بتبقى اي حاجة موجودة في الـ هي لقش ان انت تطلع براها ممكن ان انت تعمل الهروب من الـ ده هيكلفنا كتير جدا جدا كفلوس يعني عشان بتدها تطلع محتاجة وقود كبير فبينج لوكت ممكن تقع بقى للأبد ممكن اي عنصر حاطناها في الـ يفضل سنين طويلة جدا من غير ما يحصل له انحراف او لكن لو نزلت عن الـ 2000 كيلو عن الـ لا ممكن تبدأ الجاذبية بتاعت الارض تسحب لحد ما يقع على الارض عديت الـ 2000 كيلو بتاعت الـ انت تحتفضل محبوس في المدار ده لفترة طويلة الجيو ستيشنر هو بالنسبة لنا المشروع مسعد الفضاء احنا بنعتبر ان الجيو ستيشنر هو الافضل هو افضل مكان نتحط فيه يعني ده معنا انحنا محتاجين نبعت 35000 كيلو بالظهر لكن حتى الرقم ده في مشكلة في تصميم مسعد الفضاء حنقولها بعد شوية لكن المهم نوصل لهذا الرقم سريعا كده مش احنا قلنا الموضوع دا مفيش جديد فيه قبل ما نكمل او قبل ما ندخل بس في المشروع مسعد الفضاء اخر عايز اتكلم قبل الاخير فيه كمية جونك وكمية موجودة في الفضاء ضخمة جدا 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 وخطيرة جدا جدا وممكن تهدد الصناعة بتاعت العمارة الفضائية وغزو الفضاء بالكامل في خلال السنين اللي جاية وده حتى نرى في القسم بتاع التحديات او في اخر المحاضرة النهاردة ان شاء الله حنتكلم على التحدي لكن مهم نبقى عارفين ان فيه اربط بعد ما بينتهي العمل باي ساتيلايت او ساتيلايت الخاص بمحركات باجزاء السويخ الغير مستعمالة بعد ما بتطلع الميشن فبيرموها طيب ماينفعش ترمي الزبالة دي او ترمي التراج ده في نفس المكان المدار اللي الساتيلايت بتمش فيه واللي حيكسرها فابتكروا غريف يارد اربط ده اكبر شوية من ايرث اربط ابعد شوية منه يعني اعتبر وراه على طول مباشرة بحيث ما يصطدمش مع الابجيكس او العناصر او الساتيلايت اللي انت بتمشيها في الـ ف ده سوري ما احنا قلت ابليكد هو يعني اعتبر ابعد مكان موجود فيه وفي نفس الوقت اعتبر لدواران الارض في اعتبر بعيد عشان نقدر نوصل من الجيو ستشن من اي اوربت الحركة ما بين اي مدار والتاني بنتطر ان احنا نمشي في مجال برضو دائري تاني انت ما ينفعش تمشي في خط مستقيم ما فيش حاجة اسمعها كده انت لو فكرت ان انت تطلع من النقطة دي وتمشي عشان توصل للمدار التاني الاصفر ما تنساش ان دائرة دي بتتحرك والدائرة الصفرة بتتحرك والارت بتحرك كلهم في جاذبية واحدة فالحركة دي حتى انت انت لو حبيت توصل للنقطة رقم اثنين وسي بديت تطلع لتحت حتمش في مدار دائري لحد بعد فترة زمنية بطبعا كالكيليتد بكمبيوتر سوبر كمبيوتر لحد ما توصل للنقطة رقم اثنين الحركة تسميها transfer orbit وفي بعد كده هنعرف ان فيه كمان parking orbit شبهة جدا جدا مجرد عشان تنقل بس اي عنصر متعمل عشان تتحرك من المجال ده اللي هي بتكون محبوسة فيه المجال تاني بتتطير تمشي في مدار فما فيش حاجة طبعا اسمها خط مستقيم برضو العلم الشيء التائرات صريح استطلع خارج نطاق الارض بتمشي في نطاق في شيء orbit مشابه جدا للترانسفير orbit عشان تقدر تهرب من الجاذبية الارضية ففكرة ان خط مستقيم او المفهوم التقليدي اللي الناس متخيلها ان انت بتطلع في خط مستقيم ده للأسف مش موجود الparking orbit شابه جدا للترانسفير orbit بس هو مجال orbit مؤقت temporary انت بتحط فيه العناصر المكان المناسب فتعمل وتقدر تنقل الانصر بتاعك للجيو stationary orbit يبقى انت بتطلع على مراحل مرحلة اتنين تلاتة لحد ما توصل في النهاية للorbit احنا كده تناولنا الorbit كلها اللي حابب طبعا يدرس اكتر في المجال ده او حابب يشوف الفيزيكس الخاصة بيه تقدر يعني الانترنت النهارده وتقدر تبحث عن الorbit هتلاقي كل المعادلات الفيزيكس بتاعتها انا حاولت اتجنب بس من الموضوع بالنسبة للناس الموجودة لكن زي ما قلت بلكده في اول المحاضرة انا بتناول المفاهيم العامة طيب بعد ما شوفنا تعال نشوف بقى مشروع النهارده اللي بيبقى اتكلم عليها المشروع في بعض الناس اللي كانت بتعتقد ان المشروع ده محض خيال علمي ما نقدر ده سنة 2020 نوع خيال علمي كان ممكن نقول الكلمة دي من خمس فعلا كان نعتبر مشروع طموح خيال علمي لكن النهارده بالتكنولوجيات اللي اصبحت متاح لا المعادل بقى خيال علمي متوقع في خلال السنين اللي جاية حيبى بنسبة من 80 ل 90 في المية من صبي مقابلة للتنفيذ الكلام ده اللي بكلم عنه الخاص بكوكب الارض لو انت هتطلع او مصعد من الارض للجيو ستيشن على التكنولوجيا بتاعت النهارده على الارض تعتبر فيه بعض التحديات لكن لو نقش نفس المشروع والحيانة في ادايا مشروع حاليا مفروض تسليمه ان شاء الله في شهر ستة اللي جاي لا سوري مش شهر تسعة اللي جاي بس مش للارض للأمر الامر تكنولوجيا كلها متاحة كل الصناعات اللي موجودة متاحة مشكلتنا الوحيدة بس انها التكلفات هتكون عالية شوية لكن متاحة التكنولوجيا معنا اي مشكلة ولا في اي فيه نحن ننفذ نفس المشروع على الامر فيه ان شاء الله هقدمه في شهر تسعة وبعدها لو سمحت لي الناس الجيها يعني المؤسسة اللي أنا بابعت لها ان انا انشر بعض الصور حاول ان انا اشاركها معاكم ان شاء الله طيب الفكرة كلها كانت فكرة اللي اتأثر به قال لك هواحنا لو عملنا برج كبير اوي اوي يحطينا فاخره كده قلعة ممكن نقدر نعمل زي مسعد للفضاء دايما طبعا الانديفر بتاع الانسان وطموحه دايما لكل ما بيتطلع على السماء عايدة اعلى لحد ما يوصل يعني لاعلى نقطة ممكن يوصل لها لحد من وصلنا للامر ودي كانت اخر كوكب وصلنا لها واخر حدود وصلنا لها فالفكرة طبعا سنة 1890 كانت الناس بتعتبرها خيال علمي بيكتبوا عنها روايات لكن عموما ما نستبعدش عبد من انها تحصل بدليل جولي فيرن كاتب الخيال العلمي الشهير في يوم من الايام برضو اعتقد كانت 1800 يمكن او 1700 اتخذ 1900 تخيل ان احنا ممكن نعمل تانك حديد ونحط فيه الناس وننزله تحت اعماق الميا بعد يام 200 سنة اختبعنا الغواصة فكانت كلامه مش خيال علمي اتحقق بعد كده قالك احنا ممكن نعمل برضو تانك تاني حديد ونطلقه ناحية الامر سنة 1969 فعلا نجحت ناسا انها تطلع باز ألدرين وتاني ارمسترونج على سطح الامر ونزلنا فعلا على سطر فللناس بتشوفوا خيال علمي من سنين هو مش خيال علمي هو ممكن لما التكنولوجيا تكون متاحة ونقدر ننفذها حتى تنفذ لكن هيا الفكرة كلها بتبدأ في وقت من الأول بفكرة خيالية المؤسسة جاك رجري اللي انا برضو الحمد لله اترشحت فيها كأمباسدر أو صفير لها دي وجهة نظر وقال لك اه يعني فكر دلوقتي وخليك وما تشيلش همه بكرة لممكن في يوم الايام في عمرنا او في عمر حتى احفادنا او ممكن في جيل من الاجيال اللي يجي بعدنا ينفذ الموضوع ده ففكر حتى لو الفكرة مجنونة وتأكد انه ممكن في يوم الايام نقدر نوصل للتكنولوجيا لتحقيق هذه الفكرة فالمبدأ العام ان اي فكرة بيتناولها محدش ياخد على انها خيال علمي بس انت اعتبر ان لها وقت زمني معين او للتكنولوجيا ما تبقى متاحة لتنفذها حيتم تنفذها طيب الاليفيتور هي الفكرة كلها احنا ليه بنعمل الاليفيتور هي الفكرة كلها ان احنا عايزين نعمل عايزين نوصل لمكان في الفضاء عالي طيب احنا عندنا التكنولوجيا متاحة عندنا سوريخ ممكن نطلع اي سوريخ بسهولة ونقدر نطلع بسهولة مشكلة السوريخ انها مكلفة جدا جدا وما بنقدرش نطلع السوريخ ده لازم عشان نصنع سوريخ ممكن تاخد ست سنين سبع سنين عشر سنين على حسب حجم السوريخ ده والتكنولوجيا اللي موجودة فيه فبياخد تصنيعه وقت ضخم جدا وبياخد تكلفة ضخمة جدا غير لما يكون عندك مسعد في الفضاء يعني تقدر تطلع في خلال اسبوع او اقل من اسبوع من ثلاثة ايام لاسبوع على حسب العلماء يعني ما بيتكلمه مع بعض قالك من المينوم من ثلاثة ايام ممكن اسبوع ممكن لو سرعة زادت هما بيكلمه لك سرعة في حدود الميتين كيلو تقريبا تقدر تطلع بالمسعد ده من الأنكر بتاعتك او المحطة الارضية للمحطة اللي فوق في الجيرو ستيشنري في خلال ثلاثة ايام وممكن تعمل في خلال الاسبوع ثلاثة رحلات ثلاثة رحلات في اسبوع ده تعتبر طبعا يعني رهيب جدا جدا اي دولة حبيت تعمل يعني على مستوى التاريخ الارضي اللي احنا تعلمنا من التاريخ هنا اي دولة عايز تربطها عايز توصلها اعمل فيها خط قطر اعمل فيها سكة حديد اللي ربط الاست كوست والويست كوست في امريكا مثلا بعد ما عملوا السكة كالحديدية اللي كانت موجودة سنة 1800 فقرنا 19 في امريكا فانت لو قدرت ان انت تعمل حاجة زيها المسعد الفضاء ده صحيح احنا بنونا عليه ان هو مسعد لكن هو اشبه ما يكون بمحطة قطار او بخط قطر فخط القطر الموجود او خط القطار الموجود ده هيقدر ان احنا نربط كتير ما بين فوق ما بين تحت طيب احنا ليه هزي نطلع فوق ليه وجع الدماغ ده وليه هنتكلف هذه التكلفة الكبيرة جدا عشان نقدر نطلع فوق بداية كده لو انت بتتكلم على الامباكت الاقتصادي او المردود الاقتصادي منها خد عندك كده على سبيل البداية يعني لسه فيه كل يوم حاجة جديدة بس بداية الطالبات اللي مطلوبة مننا حاليا عشان نقدر نستفيد بينها في الفضاء فوق اول حاجة المراقبة بتاعت الوذر مرابط الداتا مرابط اي حاجة بتتم على سطح الارض الساتيليت صحيح بتخدمنا في الموضوع ده لكن المسعد الفضاء ده معناه انك ممكن في اي نقطة من هذه النقطة تعمل ستيشن وتقدر تطلق منها اي ساتيليت بعد كده انت مش بحاجة لو عايزين نطلع كيلو جرام بيكلفنا في حدود من 15 ل 20 الف دولار ده انت ممكن مسعد الفضاء يطلع لك الكيلو جرام الواحد بـ 200 دولار بدل ما كانت 20 الف دولار تبقى 200 دولار التكلفة الفرق الكبير ده حيخلينا نقدر نعمل مصانع كاملة فوق ممكن نعمل مصانع طب ايه نوعية الصناعات اللي احنا ممكن نعملها في zero gravity اغلبها لحد دلوقتي العلماء بيتكلموا عليها هي صناعات طبية من اول 3D printing لاجزاء من العظام واجزاء من الفقري واجزاء من ال liver او الكبد والرقة والعضاء المختلفة للجسم دي بتحتاج 3D printing zero gravity 3D printing طبعة صلاسية الابعاد فبيئة فيها انعدام للجاذبية والبحث العلمي شغال واحنا بنتكلم دلوقتي لصناعات اغلبها طبية صناعات كتير جدا جدا ممكن تتم فوق طيب الصناعات دي يعني مش موجودة اصلا مش هنقول موجودة على الارض وغالية لا هي مش موجودة بالكامل احنا عندنا 3D printing لكن اي 3D printing انت بتعملها هي متأثرة بالجاذبية الارضية والناس حتى اللي عندها يمكن 3D printers فهم القصة دي وايه هي درجة الحرارة والسرعة المناسبة للرأورتر بتاعك اللي بتشتغل عليها عشان بتقدر تطبع لكن فكرتها فوق مختلفة لو الموضوع تم تطويره بصورة اكبر واكبر ممكن نعمل مستوصفات ومستشفيات للعلاج لامرات كتير جدا في العمود الفقر وامرات كتير جدا فالنعدام الجاذبية نقدر نحنا نعالج بها المريض نقدر نعالج بها الناس فممكن ننقذ حياة كتير ممكن بقى صناعات تانية كيموية وصناعات هازردس وصناعات اللي هي الخطيرة للمسببة لإشعاعات نقدر نطلعها فوق في الفضاء عشان نسيب الأرض مكان نظيف ما نلوسوش ولو حصل عايز انك تتخلص مسلا من أي مخلفات نووية من السهل جدا تطلعها في المسعد الفضاء وترميها في أو في شوية من شوية قد نتكلم على مدار بنرمي في الزبالة بتاعتنا وورا الجيو ستيشنر فاته ممكن بعد ما توصل للمسعدة تعملها وتدر تميها في الديب سبيس الديب سبيس أصلا ما هو كله إشعاع بسبب الألفا والبيتا والجامع ريس فانا لو حترمي فيها أي مخلفات نوية انت مش بتلوس الاسبيس ولا حاجة ده هو أريض إشعاعاته أعلى حتى من المخلفات النوية فاخد عندك بقى حاجات كتير جدا جدا نظر ان احنا نستفيد بها من فكرة مصعد الفضاء ففي حاجة إنسانية وفي حاجة لتقدم العلم ان احنا نوصل بهذا المشروع لنهايته طيب فكرته تعالوا كده نبسط الفكرة وإحنا صغيرين كلنا كنا دايما بنحب جيب لعبة كده ونربطها بحبل وبنلفها لما بتمسك أي لعبة وبتعطي لفها بسرعة عالية جدا في قوة بتنتج على اللعبة ديت أو على الطوي دي اسمها centrifugal force أو قوة الطرد المركزي انت دلوقتي بتحرك اللعبة دي في شكل دا فبتتحرك بسرعة ليه مش بتقع منك على الأرض ليه الجاذبية بتاعت الأرض مش بتشدها لتحت إنجل عالي ده في قوة تانية بتنتج عايزة ترمي اللعبة دي لبرا لكن اللي حيشها أو اللي مسكها هو الحبل اللي موجود عندك دي فكرة مسعد الفضاء دي الفكرة ببساطة بتاعت مسعد الفضاء لو تخيلنا إن بدل إيد الولد اللي بيلعب دا هي كرة الأرضية الكرة الأرضية أصلا هي بتلف بسرعة عالية حوالي النفسها وده الكابل الخاص بمسعد الفضاء وفي النهاية هنا أو المحطة بتاعت مسعد الفضاء مع العالي بتاع الأرض هي بتشد الكابل ده فبالتالي بيشد أو ماسك اللعبة دي في قوة طرد كازي ناتجة فممكن تشد اللعبة دي لبرة لكن في نفس وقت الكابل مسكها الجوة فحصل بيحصل اتزان الاتزان ده هو اللي بيخلي الأوربت ده واقف يبقى أنت مسكه من تحت وفي قوة طرد فيه موجود بيعملك اتزان عالي ويعملك اتصال في نفس الوقت ما بين المحطة الأرضية وما بين المحطة الفضائية طيب تخيل إن فيه نملة تطلع النملة دي اللي هو إن شاء الله هنكون حضراتنا وحضراتكم اللي هي المسعد نفسه المسعد اللي بيتحرك على الكابل ده هو مش حاسس لاب الحركة اللي فوق ولا عنده فكرة عن الحركة اللي تحت هم بيتمشى على حبل فهي دي الفكرة بتاعت المسعد اللي حيبدأ يربط لك مبين المحطة الأرضية مبين المحطة الفضائية حيطلع على نفس الكابل ده وينزل على نفس الكابل تاني بفضل هنا مشكلة في مشكلة صغيرة عشان نقدر نعمل التوازن ده اكتشفوا كده العلماء إن التوازن ده بيوصل عند كام اتين الف كيلومتر بالزبط عشان يبقى فيه تعادل ما بين القوة الجاز التارت المركزي انت هتوصل لنقطة التعادل دي لازم تبقى على بعد اتنين واربعين الف كيلو من الأرض طب بس او عشان تبقى انت ثابت في مجانك في الجيو ستيشنري ده خمسة وثلاثين وشوية وكسور او اربس ستة وثلاثين الف لكن عشان تعمل التوازن انت محتاج توصل لكام الاتنين واربعين الف يعني ده معناه ان انت عندك فيه فرق بين الاتنين كبير قالك نعمل ايه خلص قالك بالحل ببساطة احننحط الستيشن بتاعتنا اللي هي بنعتبرها في هذا المكان لكن حنمد الكابل بتاعنا من بعدها ونعمل حاجة اسمها كاونتر ويت او وزن تاني اضافي عشان نقدر نعمل عملية التوازن فيبقى الوزن الاضافي ده بقود الطائد المركزي بتشد البرة وقود الجاذبية التحت بتشد التحت فيبقى عندك هنا في توازن في الجيو ستيشنري ايرث اوربت بس ما ننساش ان طبق تبقى ابطق بكتير من صورة الجيو ستيشنري لكن ستيلا هي عملية لك الكاونتر ويت الخاص بي طيب تنتج عندنا هنا بقى ايه تحدي تاني ايه هو الكابل اللي حنقدر نوصلهم من الارض لحد طالوا من الارض لحد المسافة دي كلها حنشوف دلوقتي مع بعض يبقى احنا كده لخصنا بقصة ببساطة انت محتاج الجيو ستيشنري بتاعتك تقريبا على ارتفاع ستة وتلاتين الف لكن ما ينفعش تقريبا ان انت تعمل امتداد تاني الكاونتر ويت اللي حب ما توصل للتنين واربعين الف بتاعتك الجراوند ستيشن والكاريج والارض دي تقريبا العناصر اللي احنا بنتكلم فيها يبقى انت عندك وده فيه تحديات والخاصة بيه او تصميم والخاص بي هنتكلم عليه التذر او الحبل وده ليه مواصفات تصميمية وفيه تحديات قابلتنا فيه المسعد نفسه اللي هي الكاريج ده حنقدر نعمل له بدايات اللي موجودة فيه والجراوند ستيشن نحط فين الجراوند ستيشن وفين المكان الامسل لها وفيه مشاكل برضو خاصة بيها لكن هو عموما بداياتا اللي حننزل بقى من تحت لشان المكان بتاعها اللي لازم لازم تكون موجود فيه لازم يكون على الاكويتر او على خط الاستواء عشان تقدر تحط الستيشن بتاعتك في الجيو ستيشن وربط تبقى تقريبا على نفس التماسل ما بينها وما بين الأرض يبا لازم المحطة الارضية بتاعتك تكون في خط الاستواء على الأرض كله اي مكان على خط الاستواء يصله والجيو ستيشن في المدار بتاعها ده كده يمكن أنيميشن صغير بس بيفهمنا الفكرة انا اعتقد شرحت الموضوع ده ندخل لها بعدها برضو اتكلمنا على اللي في النص الاسبيش شاتل دي التكنولوجيا المتاحة حاليا تقريبا وزن الكيلو عشان تطلعها لل لو ايرث اوربت ستاشر الف والله حبيت تطلعه للجيو ستيشن سعر الكيلفنا تمانية وعشرين الف دولار وسعراته القصوى سبعة وعشرين الف كيلومتر ده الاسبيش شاتل دي التكنولوجيا المتاح حاليا ايلون ماسك والسبيس اكس بتحاول انها تطور الهيفي فالكون او الفاس فيه كل المتابعين شوية الموضوع ده هتبقى عندها فكرة الفالكون هيفي ده اعتبره من اعظم الاخترارات اللي موجودة ليه لانه بيعاد استخدام صاروخ بتاع الفالكون هيفي بتاع سبيس اكس السبيس شاتل دي تستخدم مرة خلاص كل الجزء اللي تحت ده بيتم التخلص منه في السبيس الوحيد اللي بترجع هي الطيارة اللي فوق او الشاتل اللي فوق بيرجع وده انا زرته في عميكا الحقيقة شفتها هي استخدمت مرة ونزلوا الكروف استخدامه الفالكون هيفي تلت مراحل او تلت اجزاء الاجزاء التلاتة كل واحدة بتنزل في سايت مختلف لكن عموما بتنزل تاني لو تقدر تجمعها ويعاد استخدامه فبالتالي يقللت تكلفة الاتنقل جدا جدا بدل ما كان الكيلو الواحد الو ايرث اوربت ستاشر الف دولار وصل تقريبا لألف وربعمائة دولار فده طبع يعني رقم أولايل جدا بدل ما كانت الجيو ستيشن ايرث اوربت الكيلو فيها بيكارين الف للكيلو جرام اصبحت تلات تلاف دولار للكيلو جرام طب الاسبيس إليفيتور كسر لكل اللي فات باختراع الاسبيس إليفيتور اصبح الكيلو متين وعشرين دولار للكيلو جرام الواحد صحيح سرعاته أقل شوية بس مش هتفرم معنا كتير السرعة دي المهم ان هو التكلفة دي تفتح قدامنا المجال ان احنا نعمل صناعات كتير جدا ونقدر يعني مع حياة جديدة هتتفتح تكنولوجيا جديدة هتتفتح أفاق جديدة الانسانية كلها هتتفتح بسبب وجود الاسبيس إليفيتور طيب تعالوا ندرس الكمبوننتس بتاعتها والصورة اللي قدامنا دي بالمناسبة جاملة دي خليط ما بين وما بين يعني كزا تكنولوجيا ببعض اللي فيكو حابب انه يحضر هذا الكورس ان شاء الله انا هحاول نزيله أونلاين المفروض بعد الكورس ده ما يخلص هتبقى عندك يعني ده كل جزء من نزيل الأجزاء يعني ليه مصممة بالطريقة دي وتحكم على أمور هل دي التصميم فعلا صحيح ولا خاطئ واللي كان ممكن يبقى التصميم بأفضل زي ممكن لو تفرق موفي أو أي فيلم حتى هتعرف إذا كان الناس دي بتهجس ولا بتكلم بجد فعلا وصادقين في التصميم بتاعتهم واقعية ولا غير واقعية طيب مبدئيا هندي عندك أربع عناصر أساسية الأنكر الأنكر ده اللي هو زي الخطاف بسهما بيقول عليه خطاف هو الأرض أو المحطة الأرضية دي اللي انت لازم تثبتها على مسكة الحبل ومسكة كل الوزد اللي فوق طبعا ده معناه أن لها أساسات مختلفة عن كل الأساسات بتاعتنا للمباني التقليدية اللي احنا نعرفها انت لما بتيجي تصمم أي مبنى على الأرض انت بتعمل الأساسات عشان ده ما يختصش جوه الأرض أو يبقى ليه ويت في الأرض لكن تصميم الأنكر هنا لازم يكون بالعكس انت هنا أساساتك كانها زي شنكل أو زي خطاف بيمسك في الأرض عشان يعني عكس كل المباني اللي احنا نعرفها وعكس كل التقليد اللي احنا نعرفه انت لما بتعمل بتعمل المهندسين الانشائي حتى يبقى فيه معامل كلامي ده عشان تقاوم وزن المبنى ما يغصش جوه الأرض اللي كان في الأنكر انت بتعمل العكس عشان المحطة دي كلها ما اضطرش في السماء أو اللي هو المسعد نفسه المسعد ده ما جائز انه هو مش هكون مسعد ده هيكون زي محطة محطة مركبة فضائية بالكامل لكنها أو مسبتة على الكابل اللي حيربط لنا المحطة الأرضية بالمحطة الفضائية لحد هذه اللحظة او يمكن نقول من خمس سنين من الفين وخمسطاشر ما كانش عندنا فيه كابل متاح ممكن نقدر نستخدمه نعمله عشان نصنع لا بالحال لسان ولا فيه اي مادة معروفة الى ان ظهرت عندنا بعض التكنولوجيات اللي هقولها ان شاء الله يعني قدام شوية وطبعا الاخر انت عندك هنا حاجة اسمها الاسبايس ستيشن بقى او دي محطة فضائية طبعا مغلقة بالكامل بتقاوم الاشعاعات الخارجية بتقاوم الاسبايس ديبري بتقاوم فيها زيرو جرافتي بتقاوم كتير جدا وفيه برضو بعض التحديات ان شاء الله هنتنقش فيها لاتر نبدأ اول زي بدء كده بالتيذر او بالكابل الكابل هو الاساسي اي حاجة تانية متاحة ان احنا نصنعها عندنا التكنولوجيا الخاصة بتصنيعها ما عندناش اي مشكلة فيها المحطة الارضية نقدر نعملها المحطة نعملها المسعد حتى نقدر نعملها ومشكلتنا فعلا الاساسياللي كانت بتأخرنا هي الكابل ده طيب ايه بعض التحديات اللي هتقبلنا في الكابل فيه بعض اللي ممكن على الارض نشوفها فيه بعض التحديات الاخرى اللي هتشوفها في哈哈哈 تحديات الاساسي ان الكابل ده واخد جزء منه تماماً تماماً في كل حاجة عن الأرض عن الأرض أنت أكيد عندك ويند رياح أو احنا بنسميه حتى أخواتنا الجماعة الإنشائيين يقول لك عليها أو القوة الجانبية ممكن تبقى ويند أولا قدر لو فيه زلازل أي قوة جانبية تضعف من كفاءة أو بتعمل أحمال زيادة على الكابل ده حتى لو صغير الكابل ده على فكرة مش هيبقى صغير قوي وحدش يفتكر أنه كابل يعني سمكه سنتي ولا تنين سنتي ده بيقال أنه بداية من عشرة متر طبعاً فيه بسبب العامل الجوية على الأرض فيه تآكل على حسب الخامل لو أنت بتتكلم في طرق تقلدية زي هيتآكل طبعاً بسرعة عالية جداً عندك أنت عند جزء الأرض بدرجة حرارة على الأرض اللي هي في حدود مثلاً نقول كام درجة حرارة 30 25 45 دي درجة حرارة موجودة على الأرض مجرد ما بتبدأ تطلع درجة الحرارة وبتنزل تنزل تنزل لحد ما توصل في بعد بتبقى مينس 200 وشوية 235 يمكن فطبعاً يبقى نفس الكابل جزء منه درجة الحرارة 45 وجزء نهايته مينس 235 عما عاملات التمدد والانكماش هتأثرك أو هتضعف لك برضو من التيذر الموجود آخر شيء طبعاً المسعد اللي بيطلع ده ما هو بيطلع يبقى بيحمل وزن عالي جداً على الكابل لأنه بيقوم الجاذبية يطلع لفوق فبيشد منه فدي الأحمال الرأسية اللي موجود عندك أحمال الرأسية عندك درجة حرارة وعندك وعموماً أي مشاكل تانية الجماعة اللي بيصمموا لسكاي سكريبرز تقدر كمان تدخلها معاك في حراجنا خارج النطاق الأرض طلعنا في اللي نعتبر فيها فيه أتموسفير بس ضعيف جداً جداً الأكسوجين شبه منعدم مش نقول منعدم مية في المية شبه منعدم الضغط قليل جداً ووضع تاني فطبع عندك إشعاعات الأشعاعات دي حرقة جداً جداً لدرجة إن لو عندك مثلاً Solar Flare Solar Flare دي تخيل اللي سمح الله لو حطت حد حط إيده مثلاً جوا المايكرويف حطت إيدك في الحرق فتخيل ده بقى مجونين في نفس Radiation Radiation عموماً نوعين أو ثلاثة أنواع Solar Flare اللي هي الضربات الشمسية اللي عندك عصفة وصل لنا بعد 8 دقايق تريباً فيها كم Radiation ضخمة جداً والSolar Flare زيها زي أي فليرز بتكي من أي نجم من ممكن النجوم حتى لخارج المجموعة Radiation أو Radiation الكونية اللي هي موجود 24 ساعة من غير وجود أي شمس اللي هي بنسميها الألفا والبيتا والجامع طيب الإشعاعات دي ده درجة حرارة عالية بتدرب كمان شحنات كهربية عالية جداً عليه الميتيورز أو الجزيات الصغيرة ممكن الميتيورز بداية من قد حبة الفصولية كده بتاعة حجر كوي كيب صغير ممكن تصادف إنه بقي فيه متيرز بتدرب فيها الميتيورز دي بتبقى زي طريباً طلقات الرصاص دي صوراتها الضخمة جداً مدمرة جداً جداً وحنشوف حتى في تجارة عملت عشان يشوفه بس هفرقكو عليها إن شاء الله في السلايدز اللي جاية لو كبرنا بقى شوية الميتيورز دي نقدر نقول إنها أشياء طبيعية لكان فيه كمان عندنا أو الزبالة أو الويست اللي احنا بنتطلع على كل صاروخ الخمسينات أو الستينات القارد من الماضي كان بيسيب بعض في الفضاء معلق فالسبيس دي بري ده مازال موجود وده برضو خطير جداً آخر حاجة عندك أو المحطة بتبقى فيه جزبية قوة طارد المركزي بتشد الحبل ببارد فهي برضو بتسبب ضغط على هذا الحبل دي كده التحديات طبعاً انت بتدخل لهذه التحديات ده كده conceptual جداً يعني لو خدت أي واحدة من دي وبدأنا نفرط دي محتاجة محطة لكن هو bottom line هنا أو خلاص الكلام يعني هل فيه نقدر نصنع بيه هذا الكابل الحقيقة هو فيه بدأنا أو بدأ العلماء كده يدرسوا الغرافين لقوا أن الغرافين بتاعه التوزيع الزاري وزاعد جداً وفيه إمكانيات يمي لكن مجر كافي اتطور من موضوع بعد كده بدأنا نفكر في الـ وبعد كده وصلنا كل دي تكنولوجيات آخر التكنولوجيا اللي ممكن تحقق لنا في هذا من هذا الموضوع ولقينا عندنا الكربون نانو تيوبس ولو بحثت في المسعد الفضاء هتلاقي أنه مسعد الفضاء النسبة ترجع هتفكر فيه تاني أركات اليابانية والأمريكية فعلاً يعني في وضع خطط زمنية للمشروع ده لتصنيعه بعد ما اكتشفنا الكربون نانو تيوبس الحقيقة هو الكربون نانو تيوبس اعتبره تقريباً مثيل مش فاكر من أول مئة مرة الحد ممكن يوصل لألف مرة على حسب نوع الكربون نانو تيوب اللي انت بتصنعه سينج ولا دابل وول ولا تربل وول حد فالمهم أن التكنولوجيا في اللي احنا بنتكلم دلوقتي تم تصنيع كربون نانو تيوب أطول خيط صنعناه بالنانو كربون تيوب اتنين سنتي طبعاً ده احنا لسه بتتكلم تهريجاً لسه ولا حاجة احنا محتاجين عشان نقدر نصنع مسعد الفضاء انت محتاج تقريباً من ستة وتسعين الف كيلو لمية الف كيلو متر من كاب نانو تيوب عشان نقدر نطلع على فوق فلكن عموماً الناس اللي انا دايماً بقول كلمة جماعة حتى للتلام زي الطلب اللي عندي اي تكنولوجيا انت بتصنعها للفضاء تأكد ان المية في المية دي بتفيد الارض قبل احنا في حد زي وتطورنا التكنولوجيا دي انت متخيلين يا جماعة في صناعة المعمار وفي صناعة الانشاءات هتقدر تعمل كابلات شكلها عاملة ازاي وتقدر تعمل كباري بسبانز ضخمة جداً بتكنولوجيا بصير بس نعمل كابل مصعد الفضاء ده يفتح قدامنا افاق ضخمة جداً لو قدرنا ان احنا كمان الكربون نانو تيوب دي حاولناها الى نسيج يعني حاجة زي قطعة نسيج ده انت هيبقى عندك اصلاً اوجه من العمران ومن العمراء غير موجودة على الارض لسه مشوفنا هنقدر نعمل مشاريع سيفل كتير جداً جداً وتكنولوجيات كتير ومنها العسكرية والطبية والاقتصادية والزراعة والصناع اننا دفعنا التكنولوجيا الارضية لمدة 20 سنة مثلاً الى الامام باختراع واحد فقط من الاختراعات الخاصة بالعمارة الفضائية فده اللي انا بقوله دايماً كل شيء بنعمله للعمارة الفضائية هو في الاول وفي الاقبل ما بيختم الفضاء واللي اتنين بيختموا الانسانية التقدم الانسانية يعني سريعاً كده لو انا جيت حبيت اشوف البرائكين لانث مثلاً او حاطة التنسائل ميجا باسكال حنلاقي مثلاً الاستين الاستيل الاوكام اكتر مادة بنستخدمها حالياً في اغلب الصناعات الكونستركشن دي بنتكلم على 2000 طيب الكاربون نانو تيوب لو كان مادة القوة اللي موجودة فيها احنا الحد الوقت لو هايزين نعمل مسعد الفضاء ده على الامر مش بحتاجين غير كيفلر الانبي بتاعه 3000 امي كافي جداً جداً عشان نعمل مسعد فضاء بنفس القوة اللي موجودة على جاذبية الامر لان جاذبية الامر طبعاً اقل من الارض 16.8% من جاذبية الارض 16.8 اه اه فممكن بالكيفلر تكفينا لكن انت لو عايز تم المسعد الفضاء للارض فانت محتاج كربون نانو تيوب ستعتب اكبر شوية لتصنيع الكربون نانو تيوب طبعاً الموليكولر بتاعه عندك انواع بدون الدخول في تغسيل كتير او الزيجزاج او هو فيه واحد من دول الاتقديم ممكن الزيجزاج هو نصنع بيه كمان ممكن بسينجل وال او حتى هو اقوى نوع فيهم فالمهم ان الصناعة دي وعيدة جداً جداً وممكن فعلاً تحقق لنا الهدف بتاعنا نيجي للعنصر الثاني المحطة الفضائية او حتى اذا كنت حتمد وتعمل counterweight الحقيقة counterweight او الوزن اللي فوق مش شرط ان وزن اللي هتكون كافي فكتير من رأي لك والله خلاص لو انت شايف ان المحطة الفضائية دي غير كافي احنا ممكن نستعين باي استرويد ونقدر نربطه كounterweight ونستخدمه لو الكتلة بتاعته او ده كان ميعا على هامش المحاضرة بتاعته اليوم ده كان تصميم الناس كانت عملته اعتقد من ثلاث سنين اربع سنين تقريبا وده التخيل اللي هم كانوا عاملينه ليه بدون برضو دخول في تفاصيل كتير الناس بدأت او بدأوا يحطوا فعلا مخططات ليه لكن انا بعتقد ان اليابان هي اكتر مخططات جادة في هذا الموضوع اليابان دولة قوية وعندما حطت فضاء قوية اللي هي الجاكسا فممكن الموضوع ده يعني يجيلهم دعم قوية دي الفكرة البساطة احنا كده اخدنا التيذر او المحرويت اللي هو ممكن يكون استرويد اللي هو باللون نحمر ده ممكن يكون امتداد وعالي الكابل بدايات كده من يعني من تسعة وستة وتسعين الف كيلو في كيلو متر طول الكابل بتاعنا دي المسافة اللي احنا اتكلمنا عليها طيب في بقى ميزة تانية موجودة في المسعد ده احنا لو حط اكتشف انه ممكن ما تحتاج انت ما تحتاج تقدر تطلع صواريخ للمريخ انت ممكن تيجي تبعت شوية عن لو ان في عندنا تاني بيصلح اكتر للمارس ستيشن يعني اي عايز حاجة اي محتاج اي حاجة تطلق للمريخ انت ممكن تطلع في وفي معاد زمني في اه اعتقد كل سنتين مرة في معاد محدد لو عملت في اطلاق او للشط بتاعتك توصل للمريخ بعد ست شهور او سبع شهور تقريبا على حسب صوراتها بعد كده لقوا ان كل ارتفاع من ده لفايدة مختلفة فكل واحدة تقدر تتم فيها معينة ممكن توصل بها كمحطة اطر هي فعلا كأنها محطة اطر وانت كل ستيشن من دي لها هدف موجود نيجي بقى للمسعد نفسه تلايمبر اتنا الاساسية والتحدي الاساسي في المسعد ايه نوعية الطاقة اللي انت حتم بها powering للمسعد ده ماينفعش طاقة كهربية عادية مش ماينفعش تحط بطارية مثلا ماينفعش الكابل فيه اسلاك كهرباء الموضوع ده غير متاح فيه ناس كتير قالت لك والله ممكن بتطوير nuclear فيه دلوقتي ابتكر موضوع nuclear batteries هل ممكن نعمل بطارية نووية لكن برضو هازردس بلاياتها عالية طب ايه الحل فيه ناس اللي قالت لك والله نحط هنا وهو طالع في كل الاحوال انت عارفين كفاية بره بتبقى اعلى كتير جدا من على الارض بسبب بيكون في الجزيئات المعلقة في الجو زي الاتريبة زي سحاب غطاء من سماء اي حاجة بتغطي السماء بتقلل من كفاية solar panels لان جزء من صورياته عالية جدا فمجرد ما بيطلع بره او يوصل لل Low Earth Orbit بتبقى كفاية solar panels اعلى كتير فممكن تعملها powering وده كان احد الحلول الموجودة حل تاني طب احنا ممكن نعمل بيمينج نعمل بيمينج من الارض للمحطة دي البييمينج دي اتعندك اما بالليزر power او بالmicrowave beams طبعا الاتنين دولة تصبعدوا نفس المشاكل اللي حتقابلنا او التحديات اللي حتقابلنا عشان نحق الهدف بتاعنا اللي هو 54 ميجا جول للكيلو جرام الواحد عشان نقدر نعمل powering كامل انه ممكن يبقى فيه بعض الاتريبة بيقلل من كفاءة الليزر powering بيقلل من كفاءة المايكوريف بيمينج المايكوريف مفروض ان كفاءتها اعلى شوية من الليزر بس لو فيه عندك اي سحاب او اي اغطاء بيغطي من كفاءة بيعمل تشتيت ممكن للبييمز مش هيخلي كفاءتها مية في المية لكن still it's manageable يعني احنا ممكن نتغلب عن هذه المشكلة ممكن ممكن نعمل في الاخر اللي هي رقم ثلاثة ما كتبتاش هنا اللي هو hybrid system hybrid system فاحنا ممكن نحط بطارية نووية او حط بطاريات نعمل powering للطاقة ممكن نعمل solar panels ممكن نعمل كمان micro rave beam وهنا الاخر فكروا فيها قالك والله مش لازم يكون او نفس مصدر الطاقة من تحت الفوق انت ممكن يبقى مثلا اول ميت كيلو لهم مصدر طاقة بال micro rave beam بعد كده تقدر تتمد على تشغل مثلا solar panels وهي عملية رجوع هتبقى مختلفة تماما انت مجرد ما بس قسرت جزبية الاضيية كافية انها تست تحبق المسعد ده كل مكابح عشان تقدر ان انت تهدي صورياتها شوية فما ينزلش بصورة تسبب او يحصل فيها فبعض عملية الpowering دي لها system engineering معقد لكن احنا يعني فهمنا كده بعض التكنولوجيات العامة اللي ممكن تهيقلنا الفرصة ان احنا ننفز ان شاء الله دي اللي انا قلت عليها طبعا كل ما هيكون عندك power receptors كمان حجمها اكبر هيزود الوزنة اكتر واكتر ودي المشكلة الحالية اللي بتقابلنا في صناعة الصوريخ الفضاء صوريخ الفضاء انت تقريبا عشان تطلع يعني حاجة مع 10% من الصوريخ محتاج 90% منه تقريبا وزنه بيكون كل وقود فدي مشكلتنا الحقيقة فهي برضو نفس المشكلة هنا بس برضو استيل انك مش هتاخد معاك خزانات وقود وهتعمل بين فانت كل اللي محتاج بس receptors حتى لو حجمها أو وزنها اللي تقرن طبعا بمشكلة الموجودة في السوريخ التقليد وصلنا كده لرقم 4 أو المحطة الأرضية ده بقى يعني أنا بعتبر هو مشروك ومجال architecture الحقيقة ما كانش حكرة على صناعة الفضاء لحد فترة التمانينات بداية كده من التمانينات القرن الماضي بدأت الناس تفكر يعني من 40 سنة قال الموضوع مهندسين وفيزيكس وماث فلاقوا بعد كده ان الاركيتكت لهم دور مهم جدا والمعماريين لهم دور مهم جدا بس دمع من الحد النهاردة لسه في بعض دور هم أنا فاكر لما كنت في امريكا مثلا كل ما جاء قدم لهم موضوع الموضوع يقول لك هل هل تفكر الجماعة كانوا يعني مقرفين شوية او مش حايزوا مقرفين متعبين خاصة مع جماعة يحط لكن معايا تيم بيعمل الماثماتيكس والفيزيكس فكل ما قدم لهم مشروع لما كنت في لسانجلس يقول لك دي دو 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 لما فعلا اكتشفت موضوع مهم لما الفريق معايا كان فريق فرنساوي ان هو مسك حتة الفيزيكس دي كل ما يجي يعمل المعادلات والفيزيكس نكتشف فعلا عرب تصميمية لكن هي الفكرة طب ما احنا على المشاعر الارضاية هنا في جدال او في برضو تعامل ما بين المعماري والانشائي انت برضو كمعماري بتحط ممكن تبقى في جزء منها غير واقعي اخواتنا المهندسين الانشائيين يبدأ يراجع يقولك لو الله دي صعب فتبدأ تجادل ما تبدأ تتكلم معه لحد ما توصله الحل فبدأ المفهوم ده في امريكا على حسب مستوى تجربتي انا الشخصية يعني بدأ المفهوم ده يكون موجود لكن في نفس الوقت اخواتنا التانيين اللي كانوا معايا المهندسين الفيزيكس اللي بتاع ناسا ما عندهمش زي ما موجود يعني انا كمعماري ممكن احط لهم التصور الكامل من المحطة الارضية للمحطة الفضائية الكابل الموجود بconcept واحدة وبعد كده هم يبدأوا يعملوا ويبدأوا يشتغلوا في بتاعتها فعملية التعاون طبعا مشروع بالحجم ده مفيش حاجة اسمها معماري وهو قاعد يرسم مسكتش ويطلعوا فكرة ده بيبشروع لتيم ورق وعلى اعلى مستوى من العقول بتتعامل في المشروع ده عشان تنفز وممكن ياخد سنين لتطويره وممكن يعدي على اكتر من تيم يعدي مراحل كل تيم بيعمله تيستنج لجزء صغير من اجزاء المشروع فده مشروع ميجر مشروع ضخم جدا ومؤسسات وشركات بتدخل فيه لكن هي اللي عايز اقوله يعني ان وجود او المعماريين بجانب المهندسين يعني هو ده اللي خلينا الحمدلله ندر يكون لنا تواجد ونحط بصمة قوية في هذا المكان المهم الانكر ده ده هو مشروع معماري المشروع كان محطة رضية حتى الناس قالك ان ده حيكون المزار رقم واحد انسى بقى بورجي ايفل وانسى بقى روما وانسى الاهرامات وانسى كل المزارات السياحية المزار السياحي رقم واحد على مستوى العالم حيكون هو ده الناس حتى تتفرج عليه استخدموا المسعد بنفسه السياحة الفضائية كل اللي معاه شوية فلوس وعايز يبدأ يعمل هايستخدم هذا المشروع فطبعا ده حتمولنا افاق ضخمة جدا وكبيرة جدا جدا اول حاجة احنا محتاجين المسعد ده يكون في مكان بعيد عن العمران تخيل لا سمح الله الله قدر الله في حالة سناعة على الكابل ده عارفين كده الكرباج لما حاجة بتيجي تنزل كده تضرب بالكرباج تخيل الكابل ده كله لا سمح الله لو نهار وبالجاذبية وقع على الارض لو في عندك مساحة عمرانية موجودة انت بتسمي يعني كارثة ضخمة جدا جدا بيقول لك يعني ازا كانوا بيدرب بالكرباج كده كل المساحة اللي موجودة حواليه لو تكسر لبعض الاجزاء اجزاء مختلفة كل جزء من هذا الحبل حقيقة انه سكينة كده هتنزل تقطع في اي عمران موجود فطبعا ده محتاجين طيب ايه الاماكن الكانديدت جزر في الديزيرت حتى في بعض الناس قلت لك المهم انها تكون بعيدة عن العمران او بعيدة عن الاماكن السكنية عن المدن السكنية يعني حتى عملية الوصول اصلا للمحطة دي محتاجة سفر محتاجة ممكن بفي جنبك مطار قريب ومرفق يعني قريب منه بحيس ان انت توصل بعد كده تبدأ تزور المكان ده او حتى لو عندك هدف انك تطلع فيه المشروع اللي قلنا عبليه كده اللي هو قبل التنفيذ بالتكنولوجيا المتحدة اللونر سبيس إليفيتور ده عندنا كل التكنولوجيا اللي نقدر نعمل بها هذا الموضوع لكن مشكلتنا هتكلفنا شوية فلوس ازياد لكن مش زي سبيس إليفيتور بتاع الارض فيه تحديات اقل طبعا يعني هو فيه كتير وفيه ناس كتير بدأ تتكلم عليه من السبعينات القرن الماضي الله اي حوادث من اي نوع ما عندكش اي اضرار هتحصل لان الارض يطلب صحرا مفيش عليه اي عمران من اي نوع لكن مهم ليه مهم جدا انه ممكن بعد كده اي سبيس ستيشن او اي ساروخ تقدر تطلقه انت اساسا لو عملنا سبيس إليفيتور على الارض مش محتاج اي سوية خلاص انت هتطلع بتاع الامر توصل للاستيشن تعمل منها فيهكل صغيرة تعملها فيرين تمشي في الاربت بتاعها توصل الاربت بالمسعة بتاع الارض ياخد مسعة الارض الطلبية وينزلها على الارض ده معناه ان عندك محطتين قطار وفيه ما بينهم كده مدار برضو نقدر نتابع فالفكرة انت عندك في كل شهر مثلا يعني عمرونا ممكن يكون موجود احنا بقولكم من الستينات الف يعني الف وتسعمية واخر مرة اتنين وسبعين كان عندنا زيارة على الامر من ساعتها عشان التكلفة ما عملناش حاجة من سبعينات القرن الماضي مهودة سنة الفين وعشرين يعني اتكلم في خمسين سنة ما عملناش اي رحلات للامر بسبب التكلفة العالية فلما تيجي تقول لي بعد كده انه ممكن في شهر اربع خمس رحلات ويبقى عندك صناعات على الامر ويبقى عندك بعد كده تنقيب على الهيليوم ثري وكل زيرو جرافتي يعني طبعا ده هيعمل لنا تقدم انساني عالي جدا جدا طيب هل في تحديات في تحديات اي هي تحديات رقب مواحد حتين المعدات البناء التكنولوجيا دي من الارض للامر ازاي دي التكلفة اللي احنا بنكلم فيها الواقم واحد انت ما عندكش اي من على الامر ده معناه ان كل الانفرستر ده هتجيبها من على الارض ده هيتسبب في غير الارض الارض طبعا انت بتبني اصلا من سطح الارض فمن السهل تجيب حاجتك من الارض لكن على الامر كوكب غريب لسه الموضوع طبعا مش متاح حاليا يعني هيبقى متاح بطريقة مكلفة بس لكن العلماء بعد كده فكروا وقالك احنا ممكن لو قدرنا نعمل حاجة اسمع ال ممكن نعم موضوع ده انا مش عايز ادخل برضو ده ده مجال او ده نانو باطس دي هتبقى حاجة خاصة بالدايسون سفير احد البنود اللي انا هتكلم عليه بس في موضوع تاني الموضوع كلها بتخدم بعضها يعني اي عنصر من عناصر العمار المدارية الفضائية لو في تكنولوجيا هنا هي بتلاقي مستخدمة في اكتر من شيء فدي الفكرة اللي احنا في بعض والأرث ولما بقول ناس مجنونة فدول مش ناس مجنونة تشرب اي شاي وطلق احنا هنعمل كزا لا دول علماء عملوا بعض الحسابات المبدئية اللي ممكن تكون غير متاحة او غير منطقية بتكنولوجيا لهم لكن ممكن في المستخدمة تتحق لهم مجانين النهاردة عشان هي فكرة جريئة مش اكتر لكن الناس دي قالت لك احنا ممكن نعمل الكابل طويل يوصل الاتنين دول وبعد كده قال لك احنا ممكن يبقى حاجة بدل ما يبقى مثبت على الارض ومثبت على سطح الامر يبقى جوه الجرافتي بتاعت الارض وكابتش جوه الجرافتي بتاعت الامر بس ده اللي احنا محتاجينه لكن مش محتاج حد يكون مثبت من ما بين الاتنين بكالكوليشن كتير وفيزيكس من الكمبيوتر بعد ناسا ممكن في يوم الاول ان احنا نعمل حاجة شبهها او على الاقل لو ما قدرناش نعملها يكفي ان احنا نطلع من هنا سبيس إليفيتور ونطلع من هنا سبيس إليفيتور وبعد كده نرمي اي حمولة من هنا توصل بعد فترة زمولة للسبيس إليفيتور التاني وطبعا موضوع ده محتاج يعني سوبر كومبيوتر زي عشان تعملوا نزبط لكن عموما زي ما قلنا قبل كده المادة زي الكيفلر هي مادة موجودة بتستخدم يعني يعني كتير في صناعات كتير قال لك الكابل بتاعنا للسبيس إليفيتور بتاع الامر ممكن يكفي ان احنا نستخدم فيه الكيفلر كمادة للبناء اكده انتهينا مبدئيا من وحنبدأ نتكلم على أي عمارة فضائية سواء كان أو أي مشروع فضائي ايه التحدي المشاكل الاساسية رقم واحد والمشكلة الاساسية اللي بتهدد حتى مستقبلنا في الفضاء بالكامل بالكامل الحقيقة كل ميشن كانت بتطلع كل الساتيليت كان بيطلع كل حاجة كانت بتطلع الفضاء السبيس ميشن سواء كانت كرود أو من كرود أو من كرود أو من كرود يعني كان بيستخدام انسان هو اللي بيسوق الراكت ده أو كان كله عبارة بيطلع رنزل جزء كبير بيصل إلى 90% من السروق ده كله بيتم القاءه في الفضاء في خلال الخمسين سنة اللي فاتت صحيحنا مطلع ناشو الأمر في الخمسينات لكن احنا عندنا تقريبا 70 سنة قد نطلع في حاجات للفضاء والساتيليت وآلاف الساتيليت موجودة في الفضاء حاليا كل دي تبعى عن أجزاء الخاصة بالمحركات تحت سواريخ اللي طلعت وكدر منها كلها في الفضاء فيه كمان عندنا الميكرو اللي بتيجا من الفضاء والحجارة والكواكبات الصغيرة موجودة بجانب الأجزاء السواريخ المفقودة بجانب الساتيليت اللي خلاص انتهى عملها أو انتهى دورة حياتها أو حصل حتى حصلها حادث تصادب واتكسرت في الفضاء وكل الساتيليت بيتكسر بينزم 100 قطع 1000 قطع كل دي سبيس ديبري سمات كتير عشان لو حد فيكو حابب انه يبحث اكتر سبيس جنك سبيس بولوشن سبيس ويست تراش جاربج المهم كل دول احنا بنسميهم السبيس ديبري يعني هنا اعتقد مفيش جديد نفس السلايد كلامتها الموضوع احنا مشكلتنا طبعا السبيس ديبري ده اللي هنقول انه مرمي اللو ايرث اوربيت أو حتى في جريف يارد سورياته ممكن يوصل لسورياته لتلاتين ألف كيلومتر اه طبعا دي خطيرة جدا سرعة بالمنظر ده يا جماعة لو انت بتتكلم على واحد سنتيمتر دي هتبقى زيها بلازماجان احنا الحقيقة ما عندناش لسه على الارض بلازماجان احنا اخيرا المسلسات العادية ولا البنادق العادية سورياتها طريبة بتبقى دي ايه من اول ستمائة متر في السانية ويمكن نسوري في الساعة كيلومتر لكن دي انت عندك تلاتين ألف كيلو ودي سرعة ضخمة جدا 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 مفيش حتى اسلحة موجودة على الارض بتديلك كمية الطاقة التدميرية اللي موجودة من انوع انوع عندك 2600 قطعة من امر صناعي مفقودة او امر صناعي غير مستعمل 10,000 قطعة اكبر تقريبا من حجم شاشة الكمبيوتر بتاعتك 10,000 1000 قطعة حجم طفاحة واكبر شوية 500,000 قطعة يعني نصف مليون قطعة في حجم البالي عارفين البالي اللي بنلعب بي ده عندك البالي ده في حد زود كانت طلقات رصاص عندك نصف مليون رصاصة كده بتطير في الهواء وعندك 100 مليون قطعة قد حجم حجم حبة الفصول المن اول رقم اربعة اللي هي بتاعت الماربل ورقم خمسة دي صعب ان كمبيوتر بلها مش بيعملولها احنا قدرنا نعمل لواحد واثنين وثلاثة يعني متخيل ان كل الالاف القطعة دي بيعملها ومعروفة موجودة فين وبتمشي في اي مصار وبتمشي باي سرعة بيعملولها على طول لكن اصغر من كده اللي هي الحاجات رقم اربعة خمسة دي صعب ان انت تقدر تعملها فالحاجات اللي هربت منك دي طبعا هتسبب لك ويرس هتخسرك حاجات تعاله نشوف عشان نفهم بس اللي انا بتكلم فيه دي قطعة حجمها تقريبا 1.2 سنتيمتر يعني صند 12 ملي يعني ما شوها بسرعة اللي احنا بنتكلم عليها وقال لك تعال ندرس الامباك بتاعها قد ايه تقريبا القطعة الالوميليوم دي 18 سنتي 18 سنتي سم قطعة ادوميليوم عملوا فيها امباك للقطعة صغيرة دي 1200 ادتلك امباك ضخم جدا زي ما احنا شايفين طبعا احنا ما عندناش اصلا لحد الوقت اي صناعة حجمها او اي مفيش لكن عملت لك امباك ضخم جدا وعملت حيما الانترنال جابس الانترنال جابس دي قد تكون اخطر حتى من الامباك الموجود يعني عملت هنا امباك او قوة تدميرية خارجية وقوة تدميرية لو القطعة اللي هي 1.2 سنتمتر دي كانت اكبر شوية وصلت ل10 سنتي تقريبا كأنك لزقت كده على سطح سبعة كيلو جرام من التين متفجرات التين تين تمنخيل القوة تدميرية الخاصة ب7 كيلو جرام تين تين ده ضخم جدا تدمرلك قطعة 10 سنتي بالسرعة العالية دي خبطت فيها تدعملك يعني قنبلة او صاروخ صغير كده يدمرلك يعني الموضوع دي المعادلة الاساسية تعالوا كده نفهمها الموضوع بسيط مش عايز الناس تتخضي يعني منها كيناتك انارجي اعتبر يسيد انها الطاقة او القوة التجميرية الخاصة بي الطاقة بتتحسب كالآتي 1 على 2 نص الماس اللي هي الكتلة مضوبة في السرعة سكوير ده معناه ان السرعة بتاعتك كل ما تزيد زيتها بتضرب في 2 فبتدي لقوة تجميرية اعلى يعني انت لو حتى الكتلة صغيرة كانت سنتي لكن سرعتها عالية 30 ألف كيلو ده معناه ان القوة تجميرية ضخمة جدا جدا لو قللت السرعة دي وكبرت الموضوع دي القوة تجميرية تنزل اكتر اكتر لكن بسبب السرعة مشكلتنا كلها في الفي سكوير الفي سكوير دي هي اللي مسربلنا القوة تجميرية العالية حتى الاجزاء الصغيرة اللي احنا نتكلم فيها نكبر الموضوع تعالي بقى نجيب دلوقتي كرة من البلاستيك حجمها سنتي يعني وزنها تقريبا 14 جرام ولا حاجة 14 جرام صغيرة جدا وحنمشيها بسرعة قريبة جدا من سرعة بتاعت لما عملوا التجربة المعملية دي التجربة بتاعتالية بالمناسبة او مكانة الفضاء الاوروبية وصلناها ل28000 كيلومتر على الالومنيوم شيد 20 سنتي التدمير اللي حصل ده بسبب كرة بلاستيك سنتيمتر 1 سنتيمتر 14 جرام ولا حاجة يعني بس بسرعة بسرعة الضخمة جدا قولنا قبل كده الكتلة مش بنفس الهمية زي السرعة السرعة بتعمل قوة تدميرية اعلى فعملت لنا كل على الفاتحة الضخمة اللي انت شايف دي فكتلة دي 20 سنتيم من الصلب من الالومنيوم فطبع انت خليط طبعا لو عندك بقى حاجة قد صاروخ مسلا بيمشي بنفس هزي السرعة طبعا لك انت تخيل مشكلتنا كمان ان احنا سانع عن التاني بكل شوية بيطلقوا صواريخ جديدة بيطلقوا ساتيليتز جديدة فيه دلوقتي سباق عالي جدا كل الدول حاب انها تطلع سواريخ ايران بتطلع الصين بتطلع الهند بتطلع فيه تقريبا لو انتم متابعين يعني اخبار الفضاء طبعا الترند الجديد دلوقتي في العالم كله حاجة اسمها الاسلحة الفضائية وحتى امريكا عناد ترامب اعلن انه عمل حاجة اسمها قوات الفضائية بزي ما فيه قوات المارينز والسلاح الجو فيه دلوقتي حاجة اسمها صلاح الفضاء وتم تسليمه فعلا اسلحة كتير فمن ضمن هذه الاسلحة مثلا معروفة اعتقد كانت الهند اللي عملتها اللي هو الامر الصناعي المدمر او الامر الصناعي المدمر والصين برده كانت معامل نفس المشروع بتاقي او مشروع مشابه او عبرها الامر الصناعي بيطلقوه بيروح على اي اامر صناعي معادي بيلزق فيه ويعمل او الامر الصناعي الناس في ده في حد ذاته ويدلعلك كمية عملتلك كده زي قفص حوالين الارض طبعا وناس اشتاكت وعملت مشكلة يعني كان مشكلة كبيرة بين الهند وامريكا في الوقت ده الويست وكمية اللي كانوش قادرين يسيطروا عليها ولا عملولها فالمهم اللي عايز اقوله ان احنا ممكن لو فضلت الموضوع كده بدون سيطرة احنا الحمد لله في مشكلة في الجنس اي حاجة موجودة بحار لوسناها الطربة لوسناها الهوى لوسناها ودلوقتي الحمد لله احنا بنلوس كمان الفضاء فالعلماء بيتوقعوا ان في خلال عشر سنين اللي جاية احنا كده كده كياننا حطينا لا هنقدر نطلع من الارض ولا نقدر ليجيب اي حاجة من فوق لا تحت انت كده حطيت نفسك فاصل لو الموضوع ده بدون سيطرة فدي تعتبر مشكلة طبعا بعد ما نعمل المشكلة برضو احنا مبدعين جدا فان احنا نبدأ نفكر في حلول هذه المشكلة يعني انه طبعا مشكلة زي ما قلنا قبل كده انها مجرد ساتيلايت واحد اتضمر هيتطلعها لقطعة شازية من دي هتجي تغبط في قطعة تانية هتطلع لقطعة شازية كتير فممكن في خلال مثلا اسبوعين ثلاثة تلاقي ان قطعة الساتيلايت الواحدة دي بعد ما تقسمت لالف قطعة الفين قطعة كل قطعة سريعة جدا مثال سواريخ وطلقات بتمشي في الفضاء بتكسر لك اي حاجة في وشها طيب تعالوا نشوف بعض الحلول الحلول ممتعة اول حل دلوقتي اللي هو دي المحطة الفضائية اللي موجودة حاليا وشغالة وزي الفل والناس بتطلع وتنزل بنا وما فيش اي مشاكل فيها لكن ناسا والله قالت لك عشان نحاول ان احنا نتجنب هذا الموضوع لانهما احنا اتكلمنا قبل كده على موضوع وقلنا ان الزبالة كلها احنا بنرميها في اربيت بعيد عن الحاجات دي لكن ما زالت في بعض الشزائر بتهرب من وبتنزل عندنا في المجال فقال لك الله احنا نعمل ايه قصة البيتزا بوكس دي البيتزا بوكس 48 كيلو اللي هو عرضها 48 كيلو في صمك تقريبا كيلو وستة من عشرة في طول 48 تاني العلبة دي او اي بتدخل هذا المجال بيبقى في قدر على المناورة او ان هما يبعتوا الاسبيس ستيشن يمين شمال لفوق لتاع في هذا المجال فهم عاملين سنسورز او عاملين كده مرائبة لا 48 كيلو كيلو وستة من عشرة ده المجال بتاع اي سبيس دي بري ضخم بيدخل في هذا نطاق يدري رفعها الفوق لتحت يمين شمال يعني مالاخر بيتفاد ال سبيس دي بري طبعا هو اسلوب بدائي لكن ستيل ناجح ويعتبر اقل اسلوب مكلف يعني في تكلفة بتاعته احد الحلول التانية وده فعلا مجهزة وشغال بيها واحد كده علم جميل اسمه ويبل عملك درعة قال لك بعد كده تسمى باسمه وسموه الوبل ده برعني قال لك والله احنا هناعمل تلات تلات اسطح ال بمبر او ده السطح التصادم الاول عشان او اي مقذوف ادالي بيتلقى الصدمة بعد كده الملو او الموجود في النص بعد كده الحائط الخالج بعد كده طبعا سابين بينه مسافات يعني بعد كده تم تطوير الوبل المسافة بينهم بين السطح الاول والسطح التاني ممكن بسائل السائل ده مجرد ما يحصل هنا اي بريتش للسطح او اي انكسار او اي فتحات بسبب ممكن السائل ده ينزل ويقفل الفتحات اللي موجودة هنا فالليكود بين البمبر لانه ممكن يبدأ يدخل يهط الحقيقة الابتكار ده موجودة على الارض من زمان يعني انا فاكر هنا في مكتب تسكندرية كنت نحن لسه طالب في الجامعة كانوا عملوا برضه السطح كبير بس عشان يقوم المياه فقالك لو حصل اي تسريب كانوا اطوروا مواد كيميائية بحيث ان التسريب ده او اي تقدر بعد كده المادة دي تملى وتقفل التسريب الموجود فدي بالمشابه او بالانالوجي شيء مشابه شوية ان اي فتحات ما تبقاش مفتوحة لا تم اغلاقها مباشرة دي صورة للويبل الشيلد اللي احنا كنا حطنا ضيقا بتاعه بس دي بقى الصور الحقيقة بتاعته احد الحلول التانية اللي ناس عملتها قال لك حاجة اسمها الاتموسفيريك بلس او عبارة عن بالون البالون ده بيطلع اللو يعمل كده التمدد غازي او يدريبا اللي موجود وبرضو لما بقول يا جماعة فكرة فده معناه ان ده مشروع علماء اشتغلوا عليه عملوا عليه بعض التجارب لما بنحط دايما كلمة ناسا جانب اي فداء حصل وده مشروع لما كنا في امريكا عندهم حاجة اسمها الاس بي اي اي ار بروغرام او الاس بير بروغرام الاس بير بروغرام او الاس بي اي ار هو عبارة فاندينجية مشروع بحسي انت اولا عايز تختار عندك شركة او عندك كلية معمل خاص بيك وعايز مثلا تطور فكرة بتقدم لهم بروبوزل لو لا ان بروبوزل ده 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 مددته اعتقد على حسب مشروع سنتين اربع سنين على حسب مشروعك ما ينتهي ياخدوا بعد كده حق استغلال المشروع ويسجلوك بيتنت واسمك يتسجل فيه بيديلك دعم مادي ده الكلام ده كانت في لاشهر بداية من اول سبعمائة وخمسين الف دولار لحد اثنين مليون دولار دي المشاريع البحثية اللي ممكن الدعم بتقدم لهم رسيرش غير مشروع البحث بتاع ده كان خلاصة مضوع مليون مليسين بتوناس كده كان لفكة ضريفة فانا اعتقد ان كل الحاجات ديت بتبقى مشاريع بحسية او European Space Station اللي هو وكالت الوروبية زي الصيادين كده ستريت يطلق عنده شبكة او ملاقي سبيس دي بري حجم ضخم احنا بحوض منتكلم على الاسبيس دي بري الضخمة مش الحاجات صغيرة السنتيو العشرة سنتيو وكلام دي احنا نتكلم على القطع الضخمة فيبدأ يطلق شبكة ضخمة جدا بعد ما ياخد الشبكة ضخمة ويجمع الاسبيس دي بري ياخد الامر الصناعي نفسه ويبدأ يطلع خارج نطاق الارض ساحب وراء كل الاسبيس دي بري ويبدأ اعمل طنقية او ططفة يعني حاجة برضو ممكن يعني بس عملية مكلفة جدا افكار زي نتس تانية فيه افكار زي الليزر والله يقال لك احنا ممكن نعمل بعد كده ستلق يجمع طاقة تفتيتي يفتت لك او يكسر لك الاسبيس دي بس دي كانت مشكلتها ان التكسير ده او التفتيت ده حيخلق تاني حجم اصغر لحد ما جلنا بعد كده عالم جميل تاني قال لك والله احنا ماجنتس ضخمة الماجنتس الضخمة دي هتبقى زي بتاعة البيوت عندنا فيه مكنة المكنسة الكهربية ده هيكون اشبه ما يكون بالمكنسة الكهربية يعني السادق ما قاعد بيمشي في طول ما بيمشي بيجمع كل حوالي لكن مشكلته التانية انه هو مش هيجمع لغير الحاجات الاساسة معدنية لكن البلاستيكس والبوليمر طبعا الصناعة السوريخ وصناعة الساتيليز بيتخل فيها مواد كتير جدا جدا مش كلها معاعدن فيه اجزاء مهنا صحيح معاعدن لكن فيه اجزاء بتكون زجاجية فيه اجزاء حتى عفكرة ده اللي بتقشر من السطح ده دفعت ذاته خطير جدا وعمل بالإمباكت الرهيب وعمل قصر بعض الأجزاء في الصوروها وبعتنا فالمهم ده مش هيشتغل على كل المواد ده حيخلق لنا سبيس دبري عقا تاني ده حتاخد الناتس دي وتبعد بيها البارة فالمهم ان احنا عندنا حلول لكن طبعا لسه مش حلول 100% كاملة طيب ايه هي المشاريع الحالية فيه في وميكا تدعو تدخلوا على الويب سايت بتاعها وتدعو تشوفوها دي من الشركات اللي بدأت فعلا تعلن عن مشاريع جدة للا بعد ما اكتشاف وبدأ اشتغل مشروع بداية من 2003 لكن مشكلتهم الحالية اللي موقفهم دلوقتي هي بس طبعا مشروع زي ده حجمه ضخم جدا فده محتاج مؤسسات قوية زي ناسا او او حتى الجاكسا اللي هي وكلة الفضاء اللي لكن المشاريع للشركات الصغيرة ممكن تبقى الشركة طموحة لكن لسه تنقصها الفاندين فهم على الامل ياخد فاندين او يعني يعني يجعلهم طبعات حتى من الشركات الكبيرة او يحصل في كذا صورة من الصورة دي فاميكا ممكن تتعمل ده كده كان تخطيط سريع وطبعا لو دخلنا على لفت بورت ستلاقي هم حطين الخطط المفصلة ويعني دي دعوة حتى لناس لو انت انترستد في الموضوع ده ادخل وتفرج على الخطط المفصلة بتاعتهم والنقاط بالتفصيل في عندنا ده زي مؤسسة كده او دي ده مؤسسة علمية اكتر منها مؤسسة صناعية المؤسسة ديت الحقيقة يعني شغالة فقط على موضوع يعني مش على مخصصة كل مجهود العلمي والزهني وكل حاجة فقط ل وبعرض يتعرف اكتر عن انشاط بتاعتهم وحابب يشارك ورقة بحسية او حابب انت يكون لك اي معهم ممكن كمان تقدر تشترك معهم فيه تشي او الشركة الليبانية دي شركة سمعتها طريبة جدا في مجال الانشاءات ودي شركة من سنة الفين واتناشر كده بدأوا يعلنوا ان هم حيعملوا في خلال السنة القادمين هنكون فعلا انشاءناها وثمانية وتلاتين سنة بعد لما بتحط اي خطة زمنية يتم تنفيذه سنة الفين تسعة وستين بعد ستين سنة يعني كنت احب ناسا تبدأ تطور فيه كانت ناسا مش بتشتغل باسمها ناسا كانت بتبعت المشروع لشركة ثير بارتي وانا كنا شغالين مع ثير بارتي لا اسباب امنية بدون الدخول في التفاصيل كتير لازم اشتغل في ناسا يكون مواطن امريكي او من الدول المصرح لها يعني للشغل المهم بعد سنين من الفين وتسعة بعدين بكم سنة لقينا ان المدد الزمنية بتقل بدل ما كانت ستين سنة لا بقيت اربعين عشرين 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 بعد كده لقينا المدد تطور كل التكنولوجيا ما تطور كل ما بيكتشفوا حاجة بديدة يكتشفوا الخطة الزمنية لو ما حطنا ستين سنة لا احنا ممكن نقصرها توصل لعشرين سنة بس او خمسة وعشرين سنة لان عندنا دولات التكنولوجيا ما كانتش موجودة اللي ما حطنا عليها الخطة الزمنية الاولى بتاعتنا فالمهم برضو اللي حابب يدخل يتعرف على مشروع بتاع اوبياشي دي شركة جابانيز ولها مشاعرية كتير قوي في اليابان جاكسا جاكس فعدهم صناعة الفضاء ممكن يتم تعاون بسهولة ما بين الشركتين شركة ومؤسسة ووكالة الفضاء اليابانية انا اشكركم جدا واسف عن المحاضرة الطويلة اللي احنا اتكلمنا عليها احنا كده تناولنا موضوع مسعد الفضاء بس مش مسعد الفضاء فقط كان فيه لالعمارة الفضائية بالكامل المفروض كده من المانيا الامريكا وهو ده اللي كان مسؤول عن الاول الأمر في سنة التسعة وستين اللي هو ساترن فايف يعني طبعا هو توفى من فترة كان كان كاتب كتاب مهم جدا اسمه كان حطت خطط مفصلة علمية فيه الوصول للمريخ لكن سبحان الله برضو يعني ربنا ما أردش انه يعيش كتير بحيس يقدر ينفز هذا المشهور لكن ده بس متو قوية جدا جدا في كتير من الصناعات فالمهم هو كان عمل وان شاء الله إن كان فيه فرصة نحاول إنه نعملكم بإذن الله محاضرة أخرى لها أشكركم تاني وآسف على الإطالة وأنا بتاعتي متاحة للجميع أهلا وسهلا بيكم سواء على الفيسبوك أو حتى على الإيميل أو بأي وسيلة يعني اللي حابب إنه يتعرف أكتر إنه يفهم حاجة أكتر أنا تحت أمركو وخال السورة كريم كل سنة وانتوا طيبين ونشوف كم على خير إن شاء الله شكرا السلام عليكم ما يحفظ اللي سلام عليكم دكتور سامر كيف لك الخير على البرزنة الشام اللي الله يبارف حضرتك كيف الله يبارف دائما سبب الخير ودائما موضوع جديد والله أنا بشكر بيامي يعني لولا نشاطة اللي بتعملوه ده ما كانش الصوت نيوصل للناس فإنتوا نشرتوا علم فأنا بشكر كثير على هذا الموضوع بس أتمنى الموضوع يكون عجب الناس وأنا عارف إن أحيانا بعض الموضوع العالمية تكون مميلا شوية لكن أنا متأكد أن في بعض الناس اللي ويعمل مجال أو يتخصص في مجال ده دي دعوة للجميع وممكن في حد بعياتلي وينفع يكون موضوع رسالة الدكتوراه طبعا هنا ناس عملت الموضوع بتاعتها الدكتوراه في المجال ده بس أنا أفضل لو إنت حاب بتعمل دكتوراه أو مجال في القصة دي يعني اعمال اتعلم بره وتعال العلم ده عندنا جاكسا الموجودة في اليابان دي ثلاث مؤسسات ضخم بعد كده عندك وكلة الفضاء الأوروبية سويا الروسية ناسف وعندك الصينية وعندك الهندية بس يعني هو ناسا اي اس اي جاكسا دولو اخم واحد أنا فيعتقاضي الشخصي برضو الروسية ما نعرفش عنها معلومات كتير فما لا شرح كمالية كتير الصينية موعدة وفي مشاعرية قوية لكن محتاج ان انت يعني برضو اي حاجة لا علاقة بعمرة الفضاء او الصناعات الفضائية بيعتبروها مهمة جدا جزء من الصناعات الدفاعية يعني حتى احنا كان فيها اجزاء كتير نجي ندخل فيها في ناسا يقولنا لا احنا بنعتزم مش هنقدر ندخلكو في الموضوع الحد ما تاخد الامريكاني فالحد ما قدر اخد الجنسية الامريكية ما قدرش ان انا ادخل في بعض الاجزاء لكن عالماء الناس كانوا يطلعونا يعلمونا بره ده متاح ما عندناش مشكلة يعرض لنا بعض المتاح ممكن يشرف على وكشوب احنا شغالين فيها ما عندناش مشكلة متاح بعد ما ياخد الموافقات الامنية لكن عموما دعو الناس العلم والتيسير بحيث يكون مفهوم رغم ان هو حاجة جديدة طيب الحابب يسأل الدكتور سمر بعد اذنه يرفع الايد بحيث ان احنا ايه هو يكلم انا في الشات بوكس ده لو حد احابب ينسأل في اي حاجة انا تحترنوكم يعني انا في منح والله المنح لحد دلوقتي لازم تخطب الجامع يعني في وكان عندي واحدة في باكستان وحطت لهم ايميل كده بالمنبوات اللينكات ممكن اديها يعني احسابها بعد كده للصفحة حتى والحابب اللي بتشتغل بتدي ماجستور ودكتور فيها فانت ممكن تخطبهم انا بعتقد على العموم ان اي جامع او مكان علمي انت حابب تكون عندك فيه لو اقمعتهم بجدية البحث اللي انت بتعمله وشاف ان هما حيستفيدوا منه ممكن تاخد المنحة فده الاساس بتاع الموضوع كل متخصلية ان احنا بعيد في المجال ده على فكرة مش بعيد ابدا 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 لكن هي المقطة اللي ان انا اتكلمت في لوس انجلس كلامه في الموضوع ده فيه مجالات مطلوبة الموضوع ده صناعة الازياء الانتيريور ديزاين البرودكت ديزاين او صناعة اللي هي كراسي وطبا البرودكت يعني طالة طب المعمارين فالتخصصات دي لها مكان كبير جدا في الاسبيس اركيتكتش لكن هي برضو عشان اكون صريح ما محتاج مننا بعض دراس الفيزيكس او الاسترو فيزيكس يعني يفتكروا بعض الفيزيكس او المبادئ لا تلا لو اي شخص عنده هذا الاستعداد ان نفهم بعض المبادئ دي الجاذبية تحسبها ازاي الجاذبية الفريفول بعض الاسيات وبعد كده انت حتشتغل مع تيم يطور لك زي بالظبط المهندس المدني مش لازم تكون دارس كل الهندسة المدنية زي المهندس المدني بس تكون عندك المبادئ عشان تدر انك لما تتكلم عن المهندس مدني يعني طلعتين وعبين من بعض وعليت مستلامة ازاك دكتور رحضة كين ما شاء الله محاضرة رائعة جدا ومشاء الله حاجة علمية عالية جدا ما شاء الله اه والله احنا اتشرفنا اتعرف على حضرتك باسمين معي انا مواجه شاري كهرباء مش انا طيب ده انت شغل باور ولا اتصالات لا انا انا باور في حاجات باور حاجات اتصالات يعني قموم يعني جميل يعني ده اكتر واحد فينا ممكن والله انا كنت يعني ما شاء الله المحاضرة عالية جدا وشددت حاجة الله نصيب وتفتح بجال علم لك يعني ان شاء الله يا ريت والله يا دكتور انه ممكن يعني لو امكانية نقدر فيه تواصل بعد كده ونشوف امكانية ان احنا يعني الواحد يدخل في الحاجة انا كمهندس كهرباء فرصك اعلى من انا انت مهندس والمجادر كهربينك احنا كمهندس اللي بدأنا ندخل فيه جديد هو في الاصل كان كل يتعامل الجماعة بتغانسة كلهم كانوا مهندسين مهندسين او مهندسين كهرباء لا في البداية يتخصص مهندس فضاء تمام تمام انا اه تمام معروف المصطلع ده ستم فالماثماتيكس والفيزيكس والانجينير ده هو الاساس مهندس فانت متاح لكن عشان تاخد خطوات جادة ممكن تفكر تاخد مثلا ماجستير او تاخد دكتور عفق قصة دي حالة بتدخل في الانجينير فيه ناس كتير من المنافس كان مهند ان يكون مهندسين مش معمارين لكن كان عندهم قدرة انه تصارف معين لساتيلايت جديد ل جديدة لكن لازم بتتسقف شوية على نفسك شوية حاجات كده بالسبيس وتدري تدخل تمام يا دكتور انا بس كنت برضو كانت فيه ملاحظة كده انا لما حسميت حضرك بتقول مثلا الواحد لازم يعني احنا كنا عايزين نعمل التجارب ديت ونطلع في الفضاء من دين الحاجات اللي بحصل عايزين نعملها تكون المكان منعدم الجاذبية وما فيش الجاذبية تمام هل في امكانيا كنت بسمع بكده في معامل او حاجات اللي هي اختبارات الناس وارواد الفضاء بيتم فيها انها جاذبية خالص يعني كانوا عاملين زيرو لكن هيا الفكرة دي صعب يعني انا ليه بعتبرها صعبة شوية اولا هي مكلفة جدا جدا وانا حقيقة مش عارف ايه لكن انا مش مثلا حاجة زي الطرد المركزي او جوة مكين معين عمل معمل اوضة او او ما بتدخل فيها بتترفع في الهواء ومش هو يعني مش مسالة ان بيحط لك مراوح مسلا هواية ضخمة جدا فبترفع عن الارض لا لكن استخدماتها عشان تعمل بقى مصنع في zero gravity دي قصة تانية وانا بعتقد انها ستبقى موضوع مكلف جدا جدا فلكن هو عموما هتلاقي فيه لسه نزل جديد على يوتيوب لشركة متخصصة تعمل موضوع zero gravity industries هي عبارة عن طباعة السلسات لا على فوق بص في شركات دلوقتي كتير جدا شغلتنا الوحيدة ان احنا هنوصل للأمر طب انت اعتباره التكنولوجيا اللي هتكون متاحة بعد كده هنقدر نعمل المغضوع ده فيه شركة تانية او شركات تانية كتير قلت لك والله الشركات الادوية ومصنع الادوية طبعا اكبر صناعة على مستوى العالم هي مصنع الادوية مغضوع ده ممكن نصنع الادوية جديدة بسبب الثريدي اللي هي تعتبر اصلا في حد ذاتها صناعة واعدة وجديدة تكنولوجيا اه رهيبة ده دلوقتي باستخدام الثريدي برينتين بس ما قالوا علي ان احنا ممكن نصنع عضلات القلب من الكلا اجزاء من الانسان اه اه في ناس كتير ما عليش عفونا تسأولي على اللينكات الجامعات اللي ممكن دارس انا حطيت لكم الايميل بتاعي اللي حابب ان هو يعني ياخد اللينك ده حامل له فوروود بالايميل ده الله يبارك فى سؤال اه بخصوص امباسادر جاك روجيري هما كانوا من فترة قريبة فتحين مجال مصابقة او ايجاد حلول ادفاع منصوب سطح البحر فانا عندي مشروع بحسي عن استخدام العمارة الديناميكية حل وانا مستدام للمستمر في منصوب سطح البحر ازاي احضر اه اه ادروا حد الناس يسكن مناسبة ليه فى المجال ده وانا بنشر بيبر اليومين دول في مجالي طائحي اللي حابب عموما مسألة جاك روجيري جاك روجيري في تلعة اربع حاجات كده تعمل حسابك عليهم هما عموما جاك روجيري لهم ثلاث تخصصات ومسابقة سنويا بتطلع دايما في شهر ستة او شهر تم تسليمها في شهر تسعة شهر عشرة بتطلع نتيجة في شهر اتنشرة ده كل سنة بقى لهم دلوقتي يمكن من 2012 مثلا 2013 بدأوا القصة دي وما زلت شغالي فيها جاك روجيري لو انت عايز تكسب انا شايف انك نشرت بيبر يعني ده معنى انت عندك بحث علمي جاد ان شاء الله يا رب يتقبل يعني يعني ريتنج بتاعه عالي بس هما جاك روجيري مشروع معماري السر او المفتاح لو عايز تكسب هي البيوميميكري وهم الكلام ده مش سر الكلام ده هما الينو قال لك والله انت عملين حاجة بايوميميكري ممكن بقى في البيوميميكري ده تدخل فيها البحث بتاعك ممكن تشتغل تيم مسلا داتا واحد انت انت خلص جزء العلمي يغطيته ممكن واحد تاني عنده قدرات ثري دي مسلا انهم بقعدوا بيهتموا بموضوع ثري دي ده وبيطلبوه قال لك الغلاية الثري دي الجماعة الفرنسويين عموا او العمارة الفرنسية بيهتموا بموضوع البحث العلمي ده يعني انا بقى فيه لو بشتغل لامريكا مسلا او بعمل مشروع لامريكا ما يهمهمش للفلسفة ولا الارت ولا الكلام ده بتايتا بتايتا مختلفة تماما اديهم بقى بحث علمي وخليليها pure science والجماعة الامريكان لان اغلب تعاملاتهم ممكن مع ناسا والسويس اكس والناس دي بيحبوا اكتر science او اللي استعمل اللي انا قلت عليه اللي هو space technology engineering and mathematics science technology engineering and mathematics ده الخاص اللي بيحبوه اكتر فمع جاك رجري خمسين في المية art خمسين في المية science ايشتغل بايو مهمك من visualization جوه 3D كويس هتكسب معهم ان شاء الله ويكون لك نصيب معهم طيب انا شايف كده الاسئلة توقفت عني عموما انا موجود بإذن الله في اي بيكو شرفتوني والله كلكو يعني انا سعيد بالحضور كل اللي كان موجود النهاردة واي حد انا سايب الايبيل بتاعي اي حد عايز يبعتلي اهلنا سهلا اي حد عايز يكلمني حتى اهلنا سهلا محمود سعيد ممكن سؤال اتفضل اكتب سؤالك على طول اللي انت عايزه اي حد يا جماعة محتاج اي حاجة يكتب سؤاله في الشات بوكس اه دكتور هو اه حتى عايز يتكلم اهلنا سهلا بيكو اوكي هو مهند سعيدة التوفيق اه مش مهند سعيدة مش مهند سعيدة اه اهلا وسهلا بحضرتك السلام عليكم انا ودكتور سامر مش شابين جدا على المحاضرة القيمة العالية دي ترح وكنا نتكلم في الانفاء تحت الارض زي ما قال المهندس محمد اشرف مبارح النهاردة حضرتك سعاد طويلة لأعلى طبقات الفضاء هو التجارب سامر العلم ده جميل انه خصصات كتير فالناس كلها بتثري بعضها يعني انا يعني حاجة طبعا مبهرة جدا وحاجة وحضرتك بسطتها بطريقة يعني انه حد ايه ممكن بتعمل كذا 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 ممكن تدخل بقى وتقدر تخطيبهم لو انت حابب مسلا تعرف عنهم اكتر اللي اي اس اي مسلا هي مؤسسة بتاعت الاسباس إليفيتر ممكن تقدر تشارك معم اللي اخر كان عمل بسطتها ممكن جدا جدا بسطتها تقدر تقدامها لو انت حابب برضو يعني ذكرتوني لو انت حاببين اكتر وكتر فيض.م ده برضو يممكن من السايتس اللي على طول بينشور الى الى الافتحدة وبينشور اي حاجة علاقة بالالسماوات فمالش انا ننسيت سؤال حضرتك هو انا قطعتك انا اسف بما ليش اسمع منك حضرتك السؤال بالنسبة للكابل الرئيسي اللي هو بالاطوال الرهيبة ده 96 ألف كيلومتر ده بيبدأ شده هو بيبقى أرض ويشد ولا هو انا مستني السؤال ده بص يا سيدي بص يا سيدي ده انا عارف ده بص دي معضلة دي معضلة كبيرة جدا ده انا حوالي حضرتك على مفرقتين بقى اولا فجأة احنا ناخده ونطلع بيه الساروخ لفوق لان زي ما قلنا قبل كده الساروخ ده مش هنقدر نطلعه في خط مستقيم ده بيطلع في مدار دائري فدي المشكلة طب نعمل ايه في الاخر يعني من الموضوع ده احنا نطلع الستيشن بتاعتنا عند الجيو ستيشنري اوربت ونبدأ ننزله وفي نفس الوقت احنا بننزله لتحت على الارض نطلع الكونتر ويت بنفس الريت وبنفس المسافة يعني انت حيمتد واحد لتحت واحد لفوق كلهم في النص يبدأوا من الجيو ستيشنري اوربت فاصبحت ان المشكلة الاساسية بتاعتنا ان انت تطلع الجيو ستيشن اوربت دي هتكلفك شوية لكن فاوض ان انت تطلعها فوق هتعمل امتداد ينزل الكابل لحد ما يوصل للفورس بتاعته للارض وبنطلعه في الكونتر ويت مجرد الاتنين ما ينتهوا من امتدادهم بيحصل يبقى فيه توازن وهم بيطلعوا بيبقى توازن موجود دي النقطة اللي بكلموا فيها المشكلة ثانية المهم ان الكابل ده مش هيبقى يعني ويلدابل يعني مش هينفقى هتسأل الكونيكشن ده ده مجالك بقى في المشكلة الاكبر قبل ده المجال بتاعنا انت حضرتك على الشغال في الكاباري الكابل ستيد شكرا الكاباري ديات الكابلات في الاطوال اه طبعا اه في الاطوال لازم الكابل ييجي اه 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 فانا دلوقتي لو هنزل الكابل من فوق اولا قطره كام ثانيا اه لازم كل دليل ماشي به تحت اه 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 معاك معاك مش هينزل في الفضاء كده من فوق الارض دلوقتي في عندك مشكلتين اه الدليل بتاعه اللي هيسحبه مشكلة الاولى اساسا عاملوا بعض الاساسية لقينا ان السمك بتاعها مش هيكون ثابت انت سمكه على الارض مش محتاجك كثير من اتناشر ميلي تخيل ده فين على الارض سمكه بقى في الفضاء معاولة اتناشر ميلي اه اتناشر ميلي يفضل يزيد معاك السمك بتاعه يصل في فضاء العشرة كيلو على عشرة الاف كيلو انت متخيل سمكه دي فيه حسابات كتيره لو انت حابب فيه بقى واحد علي مش متخيل هذي اه 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 لما ان عمل لك موضلنج لي فكان شكله طبعا غير قابل التنفيذ ما ينفعش يعني هيكون اولا تيبرت شاب ويبدأ من تحت بحاجة صغير جدا ويبدأ يزيد 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 طيب مشكلة دي زي قالك لا خلاص انت خلي يعني برضوه الكربون نانوتيوب ديات لحد دلوقتي قالك لو وصلت انها تريبل وولد يعني مباش سنجل وولد ولا بل خليها تريبل وولد وخليها بالشكل اللي هو دايمن شابت ده ممكن نقدر نحافظ عليه بس حمساشر متر العرض بتاعه ما ننساش بقى احنا قطر بتاعه اه قطر القطر من عشر حمساشر متر دي الحسابات المبدئية لكن احنا بنتوقع احنا ما نقدرش طبعا ننفذه دلوقتي بسبب المشكلة التانية الحقيقة انا بحثت فيها كتير انا موضوع جوينز او كونيكشنز طبعا مئة الف اه كيلو دي مستحيلة من غير جوينز يعني حدشي لازم احجيبها منين فانت يعني لازم احجي فيه جوينز طب الجوينز دي حتصممها ازاي انا ما عنديش يعني في البحث اللي انا عملت فيه ما لقيتش حد بيتكلم في الموضوع ده لكن اعتقادي الهندسة في القصة دي الجوينز ممكن تعملها بسهولة لو عملت مجموعة من الستيشنز يعني لو قاش عندك استيشن واحدة من الوربت لا يكون عندك مجموعة محطات وجود محطة في النص دي انا بعتقد ان ممكن تبقى هي دي الكنيكشن بتاعتك او انت بقى دي الجوينز بتاعتك فالحد ما يبان حاجة معينة في الموضوع ده انا ببحث يعني اللي ببعده قال فيه دايت فانا منتظر لكن لما نشوف لو لقيت اي حاجة يعني هممكن اتابع بان دايت اي وشوف بعد إذن حضراتك لا ده ضروري ان شاء الله هتابع معاك لان النوطة ديت يعني برا التخيل خالص يعني لو عندي كابلة حتى مش لو عشر تلاف كيلو بس تسعين الف كيلو هيبقى وزنه كان خمس سالة الوزنة خمس سالة الوزنة انا معاك ببعده في القصة دي اه اه تحديية اه طبعا ايه ايه اني مركبة هكشل الوزنة دا هو الحد دلوقتي اللي ببعده اتكلمه في الجزء دا قالك احنا عنام الفليت البطل في القصة دي كلها هي سبيس اكس قالك اولاي الفالكون هادي والفالكون ناين هما دول اللي هنقدر نطلبين وعلى مراحل فكل واحدة عبارة عن باكيج موجودة في الاوربت بتاعها لما يبدأ مالية التنفيذ اللي هي دي اتبدأ يبدأ ويوصله بقى الموضوع دي وتبدأ تتعمل لكن انا مش هتحك عليك في مشاكل كتير هندا سيم قبلانا المشروع الوحيد اللي قابل للتنفيذ هو برضو فيه اللي انا مقدرش اوصلها طول ما انا لسه برا هذه المؤسسات يعني لو انا بعمل جوه هذين المؤسسات ممكن بيعندي اكسس للداتا دي لكن على الناحية التانية بيمضونا دايما على تعهد ان انت لا تفشي الاسكلوجي فاي حاجة يقولك لكن عموما المتحلين ان احنا نعرفه انا حاولت نعرضه بعد بحث يعني مطول في هذا المجال لكن انا بشكرك وحسك الهندسي مزبوط في محلو ويمكن ده عشان انت متخصص في موضوع الكباري فانت فاهم هذين مشكلة شوية لكن انا معايك والله الكابل عندنا مثلا وطوله 300 متر صعب تلتمية متر صعب جدا مشكلة الوجيستيكس انا عايف المشاكل دي طبعا يعني انا مش متخلني في مركبة فضائيات شوية الوزنة انت بعض اهتمام بالكابة مشاكل تاني طب ايه هو الانكر اللي موجود على الارض نوعية الاساسات العكسية او الخزيئة العكسية اللي حتقدر تثبت لك الواحدة دي على الارض طب ما دي مشكلة اكبر لحد الوقت برضو ما عندناش لسه يعني حرف فظيعة اه حرف فظيعة مش بس اطوار غير عادية قوة عالية جدا عشان تقدر تربطوا طيب الاترال فورسز حتقدر في الانكرز انت عندك الاترال فورسز حركة اولا حركة الارض في حركة اه 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 حركة رياحي زلازل طب ما كل ده بعدو هيعملك الخلخلة للانكرز اللي موجودة فتحت الارض يعني في مشاكل لسه هندسية لكن في جزء منها تحال نقدر نقول اه انا في تخيري الشخصي ان احنا وصلنا لتلاتة وعبعين اربعة وعبعين في المية حمول للبعض الانسياد ازاي اه افضل على تواصل محضاك عشان لو في حول انا انا اه احطيت الايميل بتاعي على الفيسبوك انا بص احط لكم ايميل اه احط لكم ايميل والفيسبوك بتاعي لو في صفحة طيب حكتب لكم اسم الصفحة بعدو على الفيسبوك انا نسلم بيكو وعمل لو كتبت اسمي على الجوجل هتلاقي كل حاجة ده كده لا اعملت السيرش انا انا احطيتها انا مش عايز برايفت لان احطها للجميع عشان معلش في نسبة باعدة على برايفت هجاوب على الجميع بس ازوروا عليها يا جماعة ادوني بس شو دي كده دي اسم صفحتي على الفيسبوك وباقي بستقبل المسجز على طول الايميل بتاعي على جيميل وانا بعمل تقريبا يوميا على الايميل او ممكن حطى مورتين في اليوم دي كده بتاعتي اعتقد فيه كمان باشموندس عمر عمل كمان اول الصفحة بتاعت ممكن نتوصل بيها كمان ودي الصفحة بتاعتي مشكورة من بودة باشموندس عمر منزلها اهو فيه اه موندس محمود سعيد هم ممكن اعكس الجاذبية ايما بخود الطاعت المركزي ايما بعكس الايونات موضوع الطاعت المركزي دي كانت الفكرة القديمة فعلا ان انا شاهدتها اعتقد هم دلوقتي بتاعت لوكيد مارتين يمكن يشتغلوا بموضوع الايونات الفن الايوناديات دبي بكرة على فكرة لو انت في دبي وحابب برضو تشترك فيه وكالة الفضال الاماراتية جماعة انا بعتقد الناس دي عندها القبلية ان هم ممكن يصرفوا ويعملوا مشاريع جدا ومشاريع بحسية فلو حد برضو حابب ان هو يتوصل معهم اه ممكن يتوصل جدا معهم اهل يعني المتهياء اللي يعني ممكن يدعموه فيه هل حركة الارضة حولها محور هلؤثر اكيد طبعا اكيد مشكلة احنا انحراف انا ناسي دلوقتي اعتقد تلاتة زاوية تنحراف محور الارض تلاتة وعشين درجة تقريبا اللي بيأثر طبعا اكتر واكتر هي الصورة بتاعتها الصورة الدوران الارض عنوان مكتبي ان انا حاليا اولاي في لبنان فان اقفل مكتبي كان قبل كده في اسموحة سوء الكمبيوتر في اسكندرية لكن انا حاليا اه اقفله وفي في لبنان يمكن انا لسه مش حارف حرجة مصر ان شاء الله او حكامل يعني بره لسه الخطط مش باينة في الزوف الكورونا اللي احنا فيها بس يعني اوعايد كده انا بعلن دايما عن صفحتي باي خاطرات جديدة لك كم حضرك لو حابب انت اتقابلني يعني شخصيا انا بنزل دايما في الصيف في مصر فممكن نتقابل احدد معايا معايد ونتقابل اهلا بسهلا بيك باش مهندس خالد جاد باش مهندس عامر حاطت كمان صفحة اليوتيوب طيب كنتر الف خير حتلاقوا صفحة اليوتيوب في بعض دروس ثوي دي والمبيع ايام حياتي السابقة قبل تخصصي والفضائي كنت تشغال في الحاجات دي فبرضو اهلا وسهلا بيكم جميع انا عارف ان احنا وقتا انا صحراء معديش مشكلة لكن اللي حابب يتفضل يعني اتفضل يشوف الصحوع او يعني الانتزامات الاسعرية وانا متاح للجميع اهلا وسهلا بيكم صحراء طيب دكتور فيل مهندس احمد صديفي ممكن يعمل مداخلة بعد ازنى حواك السلام عليكم دكتور الله يعطيك الف عافية يا رب اسلام عليكم يعني انا قمت من عند الافطار بالمانيا تسعة الاربع ما اكلت على المضبوط لا طب حتى كده هتشايلنا هتخلينا انقالي لا لا الله بيك يعني لا بس هتقول حياك الله يا سيدي طبعا معلومات كتير مفيدة وكتير كويسة وفتحت لنا يعني مجال الجديد بس انا السؤال ذاك كوني انا مع الدكتوراه هندسة مدنية وادارة مشاريع بالضبط ممتاز السؤال هوني انه هو موضوعك او مشروع مشروع بحث فكيف انتوا تديروا هالمشروع من ناحية ادارية تبادل المعلومات بيناتكم يعني بالاكيد هو في يو سب بروجيكت كتير طبعا انت مختص انا خذو ذاك الحاجة اا هاي شو الباتفورم اللي تشتغلوه خلينا الاول نفرع بين حكتين بين المشروع البحثي والمشروع الفعلي لحد دلوقتي كل شي انا موجود بالنسبالي هي مشاعر بحثية فعلا هو تقدم عشان ناسا في او المؤسسات عموما باسمية سواء او غيرو بيعملوا الاتين بياخدوا المشروع البحثيات التكنولوجيات معينة. بيجمعوا مجموعة من هزي التكنولوجيات وبعد كده بيبدأ تدخل التكنولوجيات البحثية المختلفة ديها في المشاريع الفعلية التنفيذية بناء علي. يعني مسلا انا عملت او عملت بحث عن الكابلات. وعايز اقول الكابلات دي هتستخدم في وعملتي بيه واحد اتنين ثلاثة. هما مش هياخدوا مشروع المسعد الفضاء ينفزوه هما هياخدوا ايه? هياخدوا التكنولوجيا اللي انا استخدمتها والبروكوز اللي انا استخدمها وممكن يخدمهم في شيء تاني. ممكن بعد ما انا دلوقتي السعي لنا بسعاه ان انا يكون لي اكتر من بيتنت. او يعني بيسموه ايه بيتنت اللي هي. برات اختراع. نعم. برات اختراع مشكلتها بكلفة شوية. برات الاختراع الواحد بيبدأ من اول عشر تلاف دولار لاتنشر الف دولار ده برات الاختراع الواحد. اللي يقدر يدعمني في هذا الموضوع هي المؤسسات. يعني لو قدرت ان انا اخد اه المشروع الاس بي اي ار من اقسا. لازم اولا نكون اقعد موقيم في امريكا من فاشل يكون في ميدل ايست. تاني حاجة بعد ما اخدوه وتم فعلا المشروع ده وياخدوه يستفيدوا منه. هيسجلوه. لازم كل شيء في امريكا بيتسجل بعض الاختراع. انا فهمت منهم بيتسجل باسمه. انت عملت والله الاختراع ده. هيتسجلت. لكن هم هيستفيدوا منه وتضل حقوق الملكية الخاصة بك انت. طيب. طيب. انت مجال بحثك او وقت البحث عندك اربع سنوات وخلال السنة التانية توصلت لنتيجة قد تهم وضع تاني او مشاركين تاني مك بالمشروع. فهالنقطة هاي لازم تكون تصدركهم واخدوا عليها من السنة التانية بانتظار الريبورت النهائي تبعك. هذا اصلي انا. مشكلة. مشكلة. عملية الادارة عموما للمشروع البحثي دا موضوع معقد وكبير. انت ممكن تبقى هدفك تارجت معين. هدفك مثلا تبتكر شي معنا. علشان توصل لهذا التارجت. انت اكتشفت مجموعة او عملت مجموعة اختراعات في النص غير التارجت. بضبط. ممكن يعمله اكستندنج للفندنج. ممكن تدخل في فندنج تاني. ممكن تقدم اصبحوا مشروعين والاكتشفت ان فيه نقطة جديدة. دا انت ممكن تمشي فيها وقدم عركة في الاس بي اي اي ار تاني. في مشروع تاني جديد. وفي الغالب بنسبة 100% او 90% بيتوافق عليه. لانك قريدي وصلت للابتكار اللي انت حابق بتاني. انت ممكن توصل بدلا ما انت صاحب مشروع بحسي واحد. بمدير الاكتر من مشروع بحسي. في الحالة دي لو انت وصلت مثلا مشروعين او ثلاث مشاعر بحسية وخدت منهم الفندنج. انت في الغالب مش هيسيبوه. مشروعين انت هتبقى جوز ان تنضم للمؤسسة. مش هتبقى انت اشتغل كثيرد بارتي او كمؤسسة تالت لا انت هتبقى خلاص يعني انت خلاص شخص بالنسبة لهم. بتقدر والله تعمل كذا ابتكارات. يعني قبت من ابتكار. هتتركك في حالك يعني تشتغل كده باستقلالية. حاجة من الاتنين بتحصل فاميكو دا انا شفتهم. هي ما بتنضم المؤسسة كبيرة سواء قطاع خاص او قطاع عام. الناسة طبعا قطاع دي خاصة بالبنتاجون. فلازم بي معاك الكليوة ومعاك الباسورد كله. او مؤسسة قطاع خاص. انت عندك المؤسسات القطاع الخاص روجين جالبتك. بلو اورجين بتاعت جيف بيزلز او ماسك سبيس اكس. كل دي مشاريع قطاع خاص ممكن. كنت انضم ليه. او نفسك انت بقى شركتها. اغلب الناس اللي انا شفتها. اغلب الشركات الخاصة بيبدأ يطور منها تكنولوجيا ويقدر يبيع البيتنت. انت لو سجلت البيتنت بمليون دولار. بمليون دولار بتبيعه للمؤسسة معينة. بياخدوا حقوق الاستغلال الملكية. لو ادي معك جيد انت ممكن تبقى شركتك هي اللي بتشرف على تنفيذ هذا المشهور. ا business. Yeah وادي. او بيناولا كرودة بيزنس. وهي تالي البيونيس اللي بتيجي في امريكا. يحكمون приنا الدولارات بتستسمع دولار. والمتوقع في جاي قدام으로 دولارات هذه ظهرت كمان enclaves. احدنا نسمع ان المليونير هو الشخص اللي بيحمل ملايين. البليونير هو الشخص اللي بيحمل آخر. بعد تجربة الاسپاستنامي. ودخلنا دولارة في الاسميسل سمعنا على جديد اسمها الاسبايس تريليونرز الاسبايس تريليونرز هم الناس اللي حيبقى عندها تريليونات بسبب الايكونومي بتاعت الاسبايس فده مجال انا بعتقد اللي عايز يربح منه هو يبدأ دلوقتي يعني هو دلوقتي وقته مجال المناسب اللي تقدر تعمل فيه الصراوات ديت قدام شوية هتبقى انت اتأخرت قبل كده ما كانش ينفع لانا ما كانش فيه اهتمام المنافسة الدولية فتحت باب للاهتمام بالمجال ده بمجرد ما دخلت فيها فورس يعني فيه مجال عسكري فيه خلص كده انت عارف ان فيه مليارات وملايين هتتكب في المجال ده عشان يطوروا فيه فيعني انت لو حابب بالنوجل حضرتك قلتلي في المانيا انت من صفرك اللي عملكة سهلة لو انت حابب تعمل حاجة بس يعني قدم لهم مشروع يقول فيه دراسة لا بس وكانت الفكرة يا غلامية متما قلتلك شدني بالفكرة انه انتوا الاربع جزئيات اللي شرحت لنا يا ها ان شلون عملية ادارة المشروع بين المجموعات الاربع كان يتعين فكرة ده مش فارد ولا فريق واحد ده ممكن مشروع ده موجود عندهم من سنين لكن بسبب ادارة المشروع ده بدأت توقف لانهم مش فاضين للقصة دي لان الاشراف ده يعني ده عاولك على سبيل الصاروخ واحد بيخوا منهم عشرة سنين المسيار اللي عمينه والروفر اللي عمينه بتاع مارس اخذ منهم تقريبا عشرة اتناشر سنة والمسيار الواحد تمنوا بليون الف مليون دولار مليار مليار اللي نزلوه لسه الابنز العمريخ تمنوا مليار دولار ده تكلفته يوصلوا ازاي بقى لهم عشرة اتناشر سنة عشان يعملوا روبوت حجماء اللي عمينه العربية بتاعاتنا تعملوا روبوت زي ما عمل كده متنقل واخد عشرة سنين متاع صغير جدا جدا مقاونة بالسبيس إليفيتور لا انا بخير يعني شيء اكبر بالضبط وعجبني كتير بحديث حضرتك انه ما يضاف انجازات بهذا المجال بيخدم غير خطاعات وبيخدم الارض قبل الفضاء تصديقا بحكيك يعني احنا حتى ادارة المرامج المستخدمة عنا كمهندسين مدنيين ما نتج عنا بالستينات هي اصلا اجت من ناسا وموضيع البحث العلمي كل الكلام ده انت عارف اخيرا بدأ يمكن هتلاحظوا الكلام ده كمان موجود في السينما وفي الموفيز وفي الابحاث كتير خطط سياسية حاجة اسمها الاحداث اللي ممكن لا سمح الله تسبب انقراض سواء من ميد او ناترال لا سمح الله حرب نووية اشعاد نووية حاجة زي فوكوشيما ولا تشيرنوبل لو تلات اربع اقولك على حاجة بسيطة جدا انقطاع الكهرباء مثلا في الارض على مستوى تلات اربع اتيام يعمل لك لان المباردات المفاعلات النووية على مستوى تتوقف يحصل تسريبات بعد الاوفرهيت اللي هيحصل دي ممكن تسبب فناء البشار اللي احنا نعرفها المهم ايه سواء من الحروب النووية او من التسريبات او حتى نايزك تنزل على الارضة او الريو الاسباس تكنولوجي هي اللي ممكن نقدر عندنا القدر ان احنا نعمر كوكب غريب ظروف غريبة وجاذبية مختلفة ده معناه ان عندك تكنولوجي انك تصلح اللي انت افسدت في الارض فدي بيتفيد في دي مش بس انت كل حاجة كل الخطوات اللي وصلتك لهذه التكنولوجي ده معناه ان عندك من العلم الكافي انك تقدر اللي تكلم في الموضوع ده انا مكلمش فيها النهاردة لانا ما كانش سياقة درس بس فيش اسمه الكارتاجيف سكيل كارتاجيف ده عامل عالم روسي قالك والله في مستوى اللي قاني كارتاجيف سكيل الاصلي تلات مراحل قالك اول مرحلة اللي احنا وصلنا الهجب المناسبة احنا لسه على كارتاجيف سكيل رقمنا zero رقم واحد في كارتاجيف سكيل انك تستفيد بكل الطاقة اللي موجودة في الارضة اللي تقدر تهارنس هارنس يعني تقدر تحصد كل الطاقة الموجودة على كوكبك لو انت عندك القدرة التكنولوجية انك تحصد كل الطاقة المولدة على كوكبك ده معناه انك تسيطر على الكوكب بلكامر على كل الكارتاج اللي موجودة فيه رقم اثنين انك تسيطر على 쪽ة اللي تطلع подпис اللي هاي النجم اللي موجود في السكم بتاعك Solar System واللي اكبر منه انك تسيطر على الطاقة الموجودة في اكتر من سيستم او مجموعة النجوم الموجودة في المجرة يعني ده مجال واسع طبعا ده برضو ستنات القرن الماضي كان في حركة نشطة جدا جدا في صناعة الفضاء في ستنات القرن الماضي في الباردة وسباق التسلح لكن عموما مجموعة التكنولوجيات دي نهاردة أنشأت مؤسسات كتير أنشأت حاجات كتير أو تكنولوجيات احنا نهاردة بنستخدمها هي أساسا كانت في سبيس تكنولوجي والميليتري تكنولوجي احنا عايشين على صدر الموضوع ده انا معرفش ليه الحقيقة من ستنات كل توقفت بدأت تنشط تاني من خمس سنين مثلا بدأت حاصل فيه نشاط عالي جدا لحد ما نازل مفروض على الفين وعشرين هيحطه أول فعلا مستعمار حقيقي على الأمر مجرد أنك لو قدرت تعمل مستعماره على الأمر يعني أنت عندك كل التكنولوجيا تعمل اكتفاء ذاتي كامل من الغالي حاجة ده معناه أنك أي مكان على الأرض مهما كان صعب تقدر تعود فيه ده أنت ممكن تعود تحت عمق المياه لو حبيت يعني عندك التكنولوجيا اللي تقدر تعيش بها الناس تقدر تصلح بها وتقدر تصاد الزراعة اقتصاد حيواني تقدر تصلح مشاكل الأزون ممكن تصلح مشاكل كتير فأنا دايما بقولها كلمة قبل ما التكنولوجيا دي مية في المية هتحتاجها هتنضف بها الأرض شكرا يا سيد شكرا يا سيد واتعدت بمعرفتك شكرا يا سيد بشماندس آيمن واهبي كاتب على تسلا ممكن بس دي كنت قلتها هي محركات لكن هنتقدر تعمل قوضة بالكامل يعني أنا شفت الموضوع ده لكن الحقيقة أنا معرفش لسه التكنولوجيا موجودة فيها عشان دايما بحاول لما أتكلم على حاجة بحاجة أنا شفتها أو يعني بعرف يقينا إنها موجودة لكن لو أنت بتتكلم على التكنولوجيا زي متاحة فيه كتير تكنولوجيا لكن كلها كلها أغلبها ثيوريتيكال لكن هل فعلا تم تنفذها وعملوا بها شيء صلد أنا مش عارف العلم اللي ورا بتاعة لوكهيد مارتن بتاعة فعلا وكانوا بعملوا عليها ترين يعني شخصا عرف حتى دخل دكتور هيدا البروجيكت عامله نيكولا تسلا قبل ما يموت وين نجح معهم العملية حتى الـ FBI عندهم الوثائق نيكولا تسلا ده ده صندوق أسرار وناس كتير جدا من جماعة اللي هما محبين نظرية المؤامرة بيقول لك أن نيكولا تسلا كان عام جيات لمدة يعني سنين لسه ما اطبقتش لكن كان شخص عبقري وكان عنده حاجات كتير جدا جدا وماتهم وأغلب الحاجات اللي هو بيقال انه تم اغتياله في بعض الناس الثاني بتاعة عن فكرة انه تم اغتياله لكن كان عنده فعلا تكنولوجيا كتير أنا لا أستبعد أبدا أبدا أن نيكولا تسلا يكون عامل للموضوع ده الله أعلم بس عموما هي الفكرة موجودة هي مشكلتها انها كده لو كانت تكلفتها قليلة كنت نشوفناها في كل مكان أنا كتير عمق فيه لنيكولا تسلا وخصوصي انه عندي الديزاينات يعني قدرت أنا من السيستامات بأماركا بين وفاقك حاول يعني ما تنشرش من مجال ده كتير لقلك شغلة مش مالحك ما نكتون كده هو هو انقتل لسبب انه أول واحد عامل شي اسمه transport electric electrical cards فكارتلات الطاقة بالعالم اللي مسيطرين على طاقة طبعا لا استبعد طبعا يعني خمس عشر كيلوات بسيستام صغير بيشتغل على الكوانتوم ويف وعند الديزاين طبعا كلهم يعني عند الstep وبيشرحوا لك كيف بتجيب كويلات وترانسترات كبار وتشتغلهم بطريقة تطلع كهرباء واشتغل على نقل الوبجيكت من خلال جسمان بيعطوا electro gravity wave يعني هي موازية لالالالكتروماجنت بسرعة معينة بيكون الوبجيكت بالنصف عم يدور بسرعة معينة بيوصلوا لرزونانس معين بينتقل هيدا الوبجيكت بالمطرح لمطرح يعني متل ما باتك تقول بالوارمهول يعني هو قدر يفتح star gate من خلال هيدا الكونتوم quantum engine يعني من الارض بيحش بالارض عامل ديزاين انه انت تقدر تطلع كهرباء وهيت من الارض بدون ما تستخدم بس تستخدم بومب تستخدم تكنوليك دي متاع عمل ببرا ايه بس هو عاملها ما سعمل لك في الوقت دعته طبعا اه طبعا هو عاملها من زمان والله يعني هو كنا نتمنى شخص ازاي ده يكون عايش معنا لليوم انا بعتك حكي عن الاضحيح حكي عن الاهرامات انه هنه انه هنه من خلال الماء اللي بتمشي تحت فيما جاري ماي بيعملوا الالكتريك للشارج وبيتلعوا بيشخص جرانيت حكي انه الاهرامات هنه عبارة عن مولدات طاقة واتصالات لاسلكية وقدروا يرفع الصخور من خلال الالتراسونيك الالتراسونيك ليفتيشم موجود في دول اليوم يعني ما شفته في الهند شفته في دول كتير فيه ناس بتستخدم فعلا التكنولوجي دية صحيح بس مشكور على الهزيم ودخلة ولو في فرصة بعتلي فعلا ببعتلك ايهان انا على الاميل تعولك ببعتلك بوكس لالو ان شاء الله خلاص في انتظارها باذنك ومشكور على هذه المدخلة تانية طيب اشكركم جميعا وزي ما قلت ابلي كده انا متاح للجميع انا حطر استعزنكم دلوقتي عشان اه انا حتى لسه ما صليتش العشة والله حتى اصلي دلوقتي بقى بقى اشوف كده بعض الظروف لعندي لكن في اي وقت اي حد محتاج اي حاجة اهلا وسهلا بيت وانا متاح ان شاء الله كمان للجميع اشكركم جميعا شكرا جدا شكرا جزينا يا دكتور شكرا جزينا ان الوقت تحرك شكرا الله يبارك وحضر الله ربنا يخليك شكرا جزينا رعينا استعزنكم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم شكرا